لا أجر نبغي لا وساما لا صدا هي خطوة هي خبرة ورفاق وصارت تطوى وعية هو وسيلة ولأزله عزم لنا دفاق هاي الأهلا وسهلا بحضراتكم في تاني محاضرات دورة المدرب المحترف النهاردة الماتيريال بنزلها ازاي على الجروب الجروب اسمه تدريب المدربين اونلاين الجروب دوت تبص تلاقي عليه كل الأسبوع بينزل المحاضرات بتاعت أو المحاضرتين بتوع الأسبوع دوت يعني احنا بناخد محاضرات يوم الحد شكرا يا بشمهندسة يوم الحد والثلاث ان شاء الله بالنهاية الجمعة نتلاقي الماتيريال بتاعت المحاضراتين دوت وهكذا كل أسبوع طيب في حاجة تانية عايزين نتكلم فيها المشروع لنا طلبته من حضرتك المرة اللي فاتت لازم يكون جاهز وتسلمه بفريق الدعم قبل بداية العروض اللي هي هتبقى في الغالب المحاضرة التامنة أو المحاضرة التاسعة بنقول اللي احنا عندنا مفاجأة المفاجأة دي ممكن تبقى حلوة لناس ممكن تبقى رخمة شوية لناس تانية المفاجأة بتقول ايه احنا اتفقنا مع فريق الدعم ان اللي حاضرة هنبدأ نفتح مايك لحضرتكم عشان عايزين نسمعكم فكل حد من حضرتكم احنا عندنا على قاع فوق الخمسين نحتاج من كل حد من حضرتكم بلقوا بنفسه كده دلوقتي جاهز دقيقتين اي موضوع يجبه انا عايز اسمع صوتك عايز اشوفك بتتكلم ازاي فهتخكيلي عن اصحاب موقف عاد عليك في حياتك خلينا ندخل بسرعة على محاضرتنا النهاردة ونشوف احنا هنتكلم في ايه احنا النهاردة هنخش بسرعة على على حاجة مهمة جدا اسمها نظرية التعالي طيب انها النهاردة بنقول نظرية التعالي بنسأل نفسنا السؤال هو يعني ايه التعالي التعالي لا تغيير السلوكيات او اتجاه الافراد التعالي لا عملية اكتشاب معرفة بتهدف لتغيير السلوكيات او اتجاه افراد لكن مش هو اللي بيخلي السلوك يتغير لكن دوت بيبقى ده هدفه لكن انت بتستخدم بقى ايه عشان خاطر التغير السلوك ده اللي بنسميه التدريب طيب ممكن تقول لنا انت بيتعلم الشخص الكبير بناضج يعني زمان كنا واحنا صغيرين نبقى مدررين ونحنا براحين المدرسة ف ما بتبقاش عايز تقوح كي يتبقوا في البيت يضغطوا عليه عشان تقوح المدرسة وصعب بتتدريب عشان تقوح المدرسة ولما تتدريب عشان تقوح المدرسة بتبدأ تزور من المدرسة ونبدأ في الاخر نشوف حاجات مدورة في الشعادة ده كان زمان طيب ده عشان انت كنت صغير لما تجبر وتخلص البتيريوس مثلا هل في حد فينا ممكن يروح يعمل دراسات عدية او ماجستير او دكتوراه مرسم عنه بل لو رغبته الاجابة اكيد برغبته ومن هنا جات فكرة انت الكبار بيتعلموا بيتعلموا لما يكون عندهم رغبة في التعلم ولما يكونوا محتاجينوا يعني انا في الاخر رغبتي لي حاجة كويسة لكن السؤال اللي بيحكمني هل انا محتاجوا؟ دعني هل انا محتاج الماجستير والدكتوراه في الكوير بتاعي هيفدني فاروح اعمله ولا انا مش هيفدني فاروح اعملهوش هل انا محتاجش هادة مهنية تانية؟ فاروح اعملها ولا انا مش محتاجها لان هي مش بتأثر مسلا على ترقيياتي فبالتالي مفيش داعي ان انا عملها السؤال التاني ازاي بيتعلم الكبار؟ قالك الكواجل الكبير لازم يربط التعلم بتاعه بالخبرة الماضي او الحاضر او المستقبل اي حاجة يتعلمها بيسكتها على خبراته العملية اللي عدت عليه او اللي هو بيعشها في اللحظة اللي بيتعلم فيها او بيتعلم عشان ينالس حاجة في المستقبل هيكسب منها خبرة طيب لما تيجي تتكلم على عوامل التذكر ايه احمد عوامل التذكر ديت؟ قالك عوامل التذكر في خمس عوامل رئيسية بتساعدني وبتساعدك وبتساعد اي حد في انه يفتكر تنشط الزاكرة وتخليه يفتكر اول حاجتين هلاخدهم مع بعض هي الاول والاخير نقطة واحد ونقطة خمسة الاول لان احتمالات انك تفتكر او تتذكر بداية الاحداث او اول حدث بسلسلة من الاحداث داخل محاضرة وعايز ترفت انتباه الناس وتقول لهم حاجة يفتكروها كويس قوي هتقولها اول ما تخش ليه الناس مركزة وسمعينها وكلهم من السامنين ياخدوا في الدك من اللي قدامهم ويعرفوا هالاوز ايه طب فاول لقطة بس لقوا في الاخر كمان قبل ما تمشي وقبل ما تخطب محاضرتك قل لهم انا عندي محاضرة في المكان الفلاني مين يخطبي يحضر معي عمور ما هينسوا يبقى في بداية محاضرتك وفي نهاية محاضرتك لو عايز تقول المتداربين بتوعد حاجة ما ينسوهاش امدا هتقولها في الاول او في الاخر قبل ما تمشي ايه ثاني من العوامل اللي بتخلينا نفتكر هلك المراجعة المراجعة يعني ايه يعني انت بتقدر تفتكر حاجة عدت عليك او سمعتها او حضرتها خلال 4 ساعة لكن بعد 4 ساعة ما تحدي تعالى وقل لي كده انت تغدت ايه من 3 ايام هعود اسرحوا عدت فاق طيب عشان بقى ما تنساش تعمل ايه تفضل تراجع اقولك على حاجة اسهل مين فينا مش بيذكر لولاده طب لما تيجي تذاكر لولادك ممكن تقول لي تذكر لهم ازاي بتراجع لما يكون عنده امتحان وبتذكر له المادة بيجي تقول له تعالى نراجع ترجوه انا لما يكون يروح يمتحن مش بيروح حاجة اسبعها مراجعة ليلة الامتحان المراجعة بتاعة ليلة الامتحان دي بيحصل فيها ايه قالك المجرس بيلخاص له المنهك في كلمتين ونص ويقول له اهم حاجة يرجع له على الحاجات المهمة والحاجات المتوقعة انها هتيجي في الامتحان اذا عملية المراجعة يا دكتور اللي عندك محاضرة مهم او ان انت قبل ما تروح المحاضرة بتاعتك ترجع عشان تفتكر انت هتقول ايه النقطة اللي بعد كده هي نقطة التمييز كنت تمييز حاجة معينة هتلاقي نفسك متفتكرها بسهولة وعشان كده احنا بنشتكر دايما الحاجات الغريبة بكفاءة عالية يعني ممكن حضرتك لما تلاقي حد طويلة زي ده على لزوم وعيش تحفظ اسمه سهل ان انت تفتكر او ان زهير او زهير ده اطول واحد في المجموع انت كده ميزت الشخص لما تخش على الارتباط الارتباط ده بيخليك تتذكر الاشياء لما تربطها بفن من فدون التذكر يعني ايه يعني زمان مثلا كان فيه مسلسل بيجي اسمه وقفات الارتباط كان المقدمة بتاعة المسلسل دوت كان فيه مزيكة بتاعت عمار الشريعي ده ملحن مصري كان دايما انا فاكر الكلام ده في التمنينات كان دايما الناس وهي ماشى في الشارع مجرد ما تسمع المزيكة وتعرف على طول ان ده المسلسل الفليني هم ربطوا المزيكة دي بايه ربطوها بالمسلسل من غير ما يشوفوا ان المسلسل دي ولا يشوفوا ولا يشوفوا المقدمة ولا اسطر يعنيهم تقى على التلفزيون بقت ودارهم اول ما تسمع موسيقى مسلسل معين يعرفوا هو ايه دي فكرة الارتباط وده اللي بتخلينا نتذكر ان الموسيقى الفلانية مطبطة بالمسلسل الفلاني دول خمس عوامل ويساعدونا على حتة التذكر لما تستخدمهم في حياتك هيساعدوك في الحياة العملية ان تشتغل سواء بفكرة الاول او الاخير او بالمراجعة او التمييز او الارتباط كل دي حاجات هتخليك تفتكر الاشياء طيب تعال اخش معايا على المخ هو احنا عندنا مخ او الحمد لله عندنا مخ طيب احنا عندنا مخ فيه نصين ولا نص واحد لأ نصين طيب النص اللي عينين دبتع ايه اللي دبتع الاداع يعني ايه الاداع يعني انشطة فنية فنون واحد بيعزف موزيكة شخصية عاطفية تقدير تقدير للشخص اللي قدامه امكانيات وقدوات واحد تبيعة بيكسم تعبيرات وش حب للصور والالوان كل دي بيبقى الجزء الايمن من المخ بيبقى فيه الفصوص بتاعة المهارات دي كلها طيب النص الايصر دبتع المنطق يعني كلمني عن الحساب اديني حاجة مكتوبة انسك المعارحة للهالي تحليل منطقي رقبلي الكلام والغولي بتسلسل قيملي الموقف واديني نقطق سواء ايجابي او سالبي ده النصف الايصر طب انا كبني ادم المفهود اب انا بشغل النص الايمن ولا بشغل النصف الايصر ولا بشغل الاتنين مع بعض الاصل ده نقطق بشغل الاتنين مع بعض لكن الحقيقي عندين انت هتلاقي نفسك عندك نصف غالب على التاني لاما انت غاضي العمل يقوي قوي 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 والشكر الابداعي او العاطفي عندك محدود او قليل هنا انت بتلاقي الصفات والمهارات بتاعة نص المخ الايصر اللي بيكلم عن المنطق صفاته سائلة في خين ان النصف الايمن بتاع الابداع صفاته متنحية ده ربنا يكرمك وتروح تتجوز واحدة يكون النصف الايمن بتاعها مش عشع شوية تلاقي عندها فنانة انت جوزت فنانة رواطف والهام وتكتب شعر وتحب الالوان والثور تعال اقول لي هتتعامل معها ازاي بقى هتلاقي ايه هتلاقي كل يوم مشاكل ليه لان انت عايز كل حاجة بالمنطق وعايز كل حاجة بالولق او القلم وعايز كل حاجة محسوبة وهي هتلاقيها شايفة ان كل حاجة مش محتاجة تتحاسبه هو ما جايا امتا جايا بعد شوية يعني مش جايا فوقت المحضد لا جايا بعد شوية فتظهر من كده انه مفيش وقت مفيش موعيد الدنيا ماشي كده طيب انت بقى كإنسان احنا قلنا المفروض تبقى ايه بخلق ما بديد دهيلة طيب انت بقى كمحاضر كمدرب غصب عنك لازم تغير من نفسك اذا انت راجل عمدي ومنطقي لا بقسة من شيء من العواطف و تعبيرات الوجه البشوشة الابتسامة تقديل الشخص اللي قدامك علشان خاطر تكتسب كمهورك من النصفين ما تبقى انت راجل بتتبع المنطق والتحليل والتقييم وبتحب كل حاجة نكتوبة وتتجاهل كمهورك من المبدعين والعكس صحيحة اذا كان خضرتك راجل مبدع مخاضر عاطفي بتحب الالوان وبتسم وبشوش على طول ما تنساش ان في حاجة يسمعها وزا وقلم وانت في المخاضرات تحتك ما تنساش ان انت في حاجة يسمعها تقييم للأداء بتاعك ما تنساش ان في حاجة يسمعها نقد فلما يهي متدذب يوجه لك نقد ويقول لك انت النهاردة ما كنتش كفء او فعال في المخاضراتك ما تظهرش ان انت كلمان لاياسه مش كل الناس بيقدروا لحافظه على منحنى الأداء في اجتفاع او في استقرار كيف بيحصل ضغوب في حياتك سقوط فبالتالي انت النهاردة لازم تتقبل التقييم والنقد طيب يلا يا مدرب يلا يا مدرب يا محتلف هتعمل ايه لازم حضرتك تشجع المتدربين بتوعك ان هم يستخدموا كلا نصفي المخ طيب لما يكون حضرتك بتتضغب على استخدام نصف واحد هلك هتعاني ايه لان هتلاقي الناحية التانية صعبة جدا ومش هتقدر تتعامل معها بسهولة يبقى الصح التعاني ايه يا جماعة نتعلم الاتنين مع بعض ونشتغل بالاتنين مع بعض لو وجدناها صعبة لازم نتدرب عليها ونمزل نفسنا عليها لان ما سريدك كمدرب انت تتعامل مع الجمهور من الناحية دين طيب طيب جازم عشان خاطر تقدر تساعد المتدربين بتوعك على انهم يستخدموا الجانبين لازم تبقى عارف ان المعلومات اللي حضرتك بتتعالهم بتتخزن لاما بطريقة بصرية لاما بطريقة سامعية لاما بطريقة حسية حسب كل متدرب طيب التالي انا بطلب من حضرتك كمدرب انك توجه المعلومات بتاعتك توجه من حضرتك باستخدام التلات اساليب او التلات قنوات ازاي يحمل الكلام ده؟ يعني تخاطب الشخصية البصرية بالصور والمشاهد والرسوم والاشكال اللي هو هيفهمها وينبسط منها لما يشوف وما تنساش الشخصية السامعية تركز في كلماتك واستخدم بعض اللاهيات القريبة الى قلبه واستخدم في بعض الاحيان بعض التعبيرات الصوتية ما تنساش النفس العاطفية والاحساس فلازم تركز على الاحساس تركز على التجارب الملموسة تحسسوا ان انت حاسس بيه وتستفضع تجربة ألم عشان يحس بيك لما باجي نعمل اختبار لبجموعة من المتدربين بعد البعض 20 سنة من المحاضرة هتلاقي الرسالة البصرية بيتذكروا منها 80% الرسالة الحسية بتذكروا منها 79% الرسالة السامعية بيتذكروا منها 45% طب لما اكون رسالتي كلها سامعية والناس اتقلت 45% بقيتي من نسبة فيهم انسا حمدش فكرة حاجة والحسية بقيتي من نسبة فيهم مثل التلاشة وكل يوها لا تلاشة أكثر كذلك البصرية طب عشان الناس تفضل فكرة هنعمل ايه يا جماعة هنستخدم الرسالة الشاملة اللي فيها بصرية ومسمعية وحسية وده اللي حتى بنسميه برسائل متعددة القنوات لأن الناس هتخزن المعلومات في الجانب الايمن والجانب الايصر في شكل صور وكلمات ومشاعر الصور بشيء بصري والكلمات تي حاجة سمعية والمشاعر حسية يبقى احنا كمدربين محترفين لازم نقدم مسائل متعددة القنوات طب لما هنجي نتكلم على الزاكرة وبدأكد على موضوع الزاكرة وبنساعدك ان انت تقوي الزاكرة بتاعتك فيه تمرين بسيط قوي بيتعمل عشان تقوي الزاكرة بتاعتك كل اللي هتعمله حضرتك ان انت كل يوم قبل ما تنام هتقاعد على السبيل قابل عينيك وهترجع بالزاكرة الوراء شوية وحاول تفتكر حدث عند عليه عشر سنين عشرين سنة على قد ما تقدر ولما تفتكر الحدث دوت حاول تفتكر تفاصيله يعني لو حضرتك نتجوز بعدك عشرين سنة تعال كده فتكر فرحك انا عامل ازاي طب مين اللي حضرتك طب مين اللي ما جالكش والتصبيت عتزرق طب مين اللي جي وتخانك اقعد افتكر كده في شوية حيات وافتكر في تفاصيل ولو ما افتكرتش في تفاصيل تاني يوم اسأل واجيب ادبك التفاصيل وما تنساش كل يوم لازم تقرر التمرين دوت التمرين ده مهمني جدا بينعمش الزاكرة بتاعت حضرتك كل يوم قبل ما تنام اقف العينيك وارد اودع بالذاكرة الورد مترجعش براسك اودع بالذاكرة طيب هنعمل تمرين تقوية الزاكرة طب ممكن تقلنها على حاجات نستخدمها عشان نفتكر الجسال قالك في حاجات ادوات بنستخدمها زي الكلمات اللي مركبة من حرف اول يعني ايه يعني عارفين كلنا كلمة تي او تي دي جاية منهم كلمة تي او تي اصلا يعني training of trainer يعني تغريب المدرب أو تغريب المدربين training of trainers فاخدنا تي تحت training وف خدنا منها و و خدنا تي فبقى تي او تي طيب تديني مساء تاني جمهورية مصر العربية كثير من لنا بنيجي نكتبها لما عمدين جيم نقطة نقطة عين شان لما نيجي نخفز الاسم يبقى سهل يبقى جيم ايهو دي طريقة ان احنا نتذكر بها ان احنا بناخد كلمة حرف اول من كل كلمة عشان نقدر نحفظ ونتذكر الاسم على بعضه الاسوات حاجة كويسة جدا ونتذكر من الاسوات المثال اللي انا قلته من شوية ان انت تضبط صوت مهين برسالة اللي انت عايز توصلها لو انت عايز تفهمهم حاجة بحماس هتستخدم نبرة صوت معينة عشان خاطر الرسالة اللي هي جاية بحماس تقدر توصل للناس وتؤثر فيهم قلنا من شوية المثال بتاعة الموسيقى والمسلسل هو هنا عايز يعمل ايه؟ عايز يفكرك بالمسلسل فبيستخدم نزيكة مؤثرة عشان خاطر لما مجرد ما تسمعها ده مؤثر صوتي يذكرك ان فيه مسلسل اسمه كذا موجود دلوقتي ده فيكنيك بيستخدم فيه الاسوات عشان يوصل لك رسالة مضمونها ان المسلسل بيبدأ فيه حاجة متقابلنا كمدربين اسمها التوجه الزهني التوجه الزهني ده العدو رقم واحد للمدرب المحتاج ليه؟ شايفين الصورة اللي قدامنا ديت؟ الحقيقة الصورة دي صورة قطة لكن القطة لما قصت لنفسها في المجاية هي شايفة نفسها أسد وهي في الآخر قطة ايه اللي بيحصل هذا مهم؟ ايه اللي بيحصل ان فيه حاجة اسمه التوجه الزهني اللي بيخالف الوقت واللي بيساعد على حدوث تنافق انا ببقى كمدرب بوجه رسالتي وبستخدم مادة عنية معينة عشان اوجه اللي قدامي في اتجاه معيني قد يحدث في بعض الأحيان ان المتدرب اللي قاعد مش مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله او مجرد ان هو بيستشعر ان انت فيه تعاوض بين النادة اللي حضرتك بتقولها وبين الكلام او المعتقدات اللي عنده فهتلاقيه على طول بيحاول بإما ما يركس معك او بيحاول يعقدك او بيحاول ان هو يهجمك او بيحاول انه يسخن الناس عليك وده موجود في المصد ما مقدرش من كيوه فإذا اتكلم معيك فلا بد من انك توجد بدائل لابد ان انت تفهمه ان ما فيش اعتراض او خلاف بينك ودينه في القيم والمبادئ وإنما هي اختلاف الأمثلة ووجهات النظر يعني هديك مثال للتواجه الزهني حصل معي انا شخصيا في المحاضرة اللي فاتت إذا هي كتيوم الحد احد المتدربين ومبالما يكون هو موجود معانا دلوقتي سأل سؤال وانا طلبت منه ان يجيل على الخاص بعد المحاضرة السؤال كان بيتفرق بان انا وانا بدأ المحاضرة بتاعتي قلت يا جماعة من فضلكم انا مش عايز حد يتكلم في كذا وكذا وكذا كذا وكذا وكذا بالنسبة لي اللي هي الدين اللي هي الكورة اللي هي السياسة فهو كان متخفز على جزئية الدين وقال لي ازاي ما نتكلمش في الدين ودي المرة هي الاصليات طائمة وبدأ بالنسبة لي انا في وداية الحوار اني شخص كان بيها جمي فبدأت اتطفق معاه على قصص للحوار قلت له هو اعتقد موجود معانا دلوقتي بيستطيع ان هو يأكد كلامي او ينفيه قلت له الاول احنا بنتخاهم ولا بنتخاني فقال لي لا احنا بنتخاهم فطالما انا مش بدي خص الدين ومش بدي دورة في الدين ومش بدي ارشاد اسري ومش محتاجة ادي تربية ابناء فيخلي مرجعيات اسلامية او مصرانية فيها فانا مش مضطل بالمحاضرة بتاعتي ان انا اتكلم عن ايات في الانجيل وانا معي مسلمين او اتكلم عن ايات في القرآن وانا معي مسحيين حفاظا على الشرور العام ولان انا رجل بخاطب جمهور فبخاطبش ديانات ده ترجوه انا ده مش معناه ان انا ما بحبش اذكر ايات بالعكس لكن انا قناعتي كمدارب ان الجمهوري مش صاحب ديانة محددة وان الجمهوري اكبر من كده بالتالي انا مش هخلي نفسي لمتد لجمهور معين لا انا عايزة ناس كلها تسمعني طيب هل معنى كده ان انا بكتسب حد احساب حد اطلق نية قناعة وخرجنا من القصة باتفاق بسيط ان هي رجاهات نظر هو قد يقول شايف ان محاضرات كلها لازم تكون فيها توجهات دينية وانا ما زلت مصمم للمحاضراتي لازم هتبقى ملتزمة بالعنوان اللي بتاع المحاضرة والمحتوى بتاعها ولما احب اعمل محاضرات دينية هتعمل محاضرات دينية عشان الجمهور بتاعي يبقى فاهم ان انا بدي محاضرات دينية لكن طالما اعلنت عن دورة فيها واحد اتنين ثلاثة اربعة ثلاثة برقة ملتزم بالسكوب بتاعي وخرجت من الموقف من وجهة نظر الشخصية قد اكون ما اعجبتش اقناعه مية في المية لكن على الاقل اقناعتم ليفقر فيها من وجهة نظر بالتغرف الاخر ده مين ده توجهه الزهني قداما حاجة من الاتنين لاما هو هيجيب محاضرات يبقى انا كده الى حد ما عدرت اقناع بوجهة نظر لاما هو هيجنبني ان انا ضد معتقداته وضد توجهاته فمش هيحضر لتاني وده هنعرفه اول ما يفتح الشيات ان هو هيقول لنا سكان موجود ولا لا تجربة التعلم مش هبدأ فيها انا هفتح الشيات دلوقتي وناخد اسئلة على الجزء اللي فات وبعد كده هنبدأ في تجربة التعلم اميجا بتقول ازاي احتفظ بإصارة واهتمام الطلاب في المحاضر والله اميجا لها كذا تكنيك اولهم اول خمس دقايق وازاي بديلي اول خمس دقايق في المحاضر وازاي بتفك الجليد لان هي دي المفتاح اللي بقيت المحاضرة ستبقى مجدودة لك لانك بدأتي بداية كويسة جدا وقوية جدا ولا عكس صريحة لو فرثت منك الخمس دقايق الاولى وحاسوا من اللي قدامهم دي واحدة معزوزة ومتقددة وألانة بخ دي اول نقطة نقطة رقم اثنين ان انت تبقي بحضارة كويس اوي وهضم نبديتك وفهماها لانك ممكن تضخفتي سؤال في معدل وممكن ان اللي اسألك دوت يبقى واحد عارف اجابة السؤال الي بيسألك كما قالك في ناس قاعدة عشان تتصير ممكن نبدأ بكصة زي ما احمد طلح قال لكن لازم تكون القصة خدفة وليها علاقة بالموضوع الاخطر من كده ان حضورتك لازم تتنوعي في الاسلوب عشان الناس ما تمرش لكن ما ينفعش حضورتك تبقي ماشية بواتيرة واحدة وستكواتها على طول ولا بتزعايي على طول ولا الناس سمعكي على طول لازم تنوعي في الاسلوب وطلع محاضرة لازم وارفد عمل ولازم تحرق الناس وتشغليهم معك طيب مانيف بيقول هل توجد طريقة مثالية لمواجهة وتحضير المادة في طريقة جميلة يا مانيف طريقة العلمية في طريقة مثالية بتاعتها ان تتسجل لنفسك وانت بتعرض وتقعد بقى كده تسمع نفسك يا جميل وانت بتحكي اللي هتروح تحكيه بكرا وتراجع لنفسك سوفي ناس بتقول بطبيعتي شخصية عملية لكن عندي جزء فني وهو غصب والحمد لله بقى هتعامل مع الناس كويس لكن اغلب الناس بتشوفني شخصية جدة جدا ازاي اقدر اتغلب على الانتباع ده كمدرد في المستعمل والله انا سوفي ناس مش كفاية انك تقوليلي ان انا بقى هتعامل مع الناس كويس لازم هم اللي يقولوا عليك كده ازا الناس شايفينك شخصية جدة جدا هيبقى السؤال هل في ناس بتتجنابك وتتتحشكي ده لازم تجاوبة هالسؤال ده ازا وصلت اللي خلقها انت ناس في الحاجاتي فانا بختلح عليك انت داخد كورسات معارضة الاتصال مع الاخرين وتحاولي تحلل الشخصية بتاعت حضرتك عشان تعرفي ان قطر ضعفة ده عندك وبداية النجاح في الموضوع ده ان انت تبقي متأكدا انه عندك مشاكل وتحاولي تطلعي ايه هي المشكلة ده سابرين بتقول ازاي امسح الخوف لما افاجل الهاجم مع الناس صوصا ان دي بقى اثر علي بشكل واضح ازاي الخوف رحدة في الصوت ده سابرين لو سبلك علي ان شاء الله ان شاء الله النهاردة هنتكلم على مهارات العرض والتقديم وهنتكلم على ازاي نشير الخوف من مواجهة الجمهور طيب محمد نصر الدين التردد في مخاطبة الناس غريب او يا ربي انت دخلت فيها الشمال انت بتتردد في مخاطبة الناس طيب لو ده خوف يبقى خليك خايف عرضوط يعني عموما تاني هنتكلم في موضوع الخوف من مواجهة الناس ان شاء الله مع مهارات العرض والتقديم سابرين بتقول ده فعلا السوري مش سابرين 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 بتقول فعلا كلام الناس ليهة ومحبوبة جدا لكن الشغل شغل والتغفية ليه طيب احنا عندنا في شغلنا حاجة اسمها سويش كاستي تلتمائة وستين تلتمائة وستين عندك زيه لو عندك زيه بتشوف الناس كانت بعدك ايه ده البساطة زمايدي اللي في العمل سواء اللي في نفس الليفر او اللي تحت دول اللي يجموني بيقيموني ويقول كل اللي هم عايزينه وانا ما بقدرش اشوف انجل اللي كتب ايه ده لو عندك هيكفرق معك قوي عشان هتشوفي نفسك على الحقيقة طيب كالة بتقول التوجيه الزهني التوجيه الزهني اللي المتدذب يعرضوا عن موضوع التغريب ولابد ما تعمل اثناء التغريب اه التراجه الزهني المتدذب ممكن حضورتك يبقى على زي وزي كرسي ما تفصليش معها الحاجة ومت يفهميش معنا الحاجة ودرجة قيمتي كمدربة انك تلقتي تلقتي ازاي لما تلاقيه سيكت ما بيتكلمش ممكن يكون خجول وممكن يكون عنده تراجه زين تفكيك الحالتين لازم تحرقك اللي قدامك وتخليه يتفاعل معك وتتعامل مع اثنين ترغيب سيد جماعة عبد الناصر بتتعني على الاحبال الصوتية وانا عامل كده فيه تمارين لازم تتعامل عشان الاحبال الصوتية لكن اسمحلي مش اقدر عاملها النهاردة مع رئيزنا كنخليها يوم تجي آآ آية بتتكلم على المشاهدين داخل قاعة التقريب بنعناية آية فيه جزء خاص بالموضوع دوت هكلمك فيه عن الشخصيات اللي ممكن تقابليها وهكلمك فيه عن كل شخصيات اثنين تتعامل معها وتعرفيها ازاي كمان كده بس الصبر ملفة مسألة انك تتقبل المعارضة وتحتويها هي بالضبط فكرة انت عندك حاجة اسمها الاعتراضات فيه جزء اسمه التغلب على الاعتراضات وازاي تتعامل مع المعترض وده ان شاء الله هندريشه في جزء بتاعنا فما تلاقيش لو شفت المحتوى بتاعنا الحضرات هتلاقي فيه جزء الفيت التغلب على الاعتراضات السيدة جليلة المدرب لما يكون بصري لازم ياخد دورات في مهارات الاتصال عشان خاطر يتعلم حركة البصري والسمعي والحسي ويقدر يعمل كوكتيل كمان لازم يشوف الحسي والحسي مهارات ايه اللي عنده ويحاول اكسب المهارة نفسها مش هيقدر يعملها بسهولة لكن لازم ياخد تدريبات عليها ولازم متاخديش اي كوبس مهارات الاتصال لازم تعرف المحتوى بتاعه ونتي تأكدي انه بيعالج الموضوع ده شكرا لك يا سيد سابيناز سيد سند يقول كلام غائع فعلا يا سيد سند ان الشخص اللي بيتمكن في المادة العلمية او المعلومة بتشكتوه وبتشكع المتلازل في الانسيجام معاه كلامك زي الفل سيد منيف منيف انا خايف اقوم بطأ اسمه غالط هي بضم الميم ولا فتح الميم العدد اثناء التدريب هل يوجد حد اعلى او اقل للحضور لجارة التدريب والله في حاجة مثالية يا سيد منيف تكلم عن خمستاشر او عشرين او خمسة وعشرين ايه مثالية فهم شكائها موجودة لان احنا من العرضة بتبقى دايما كمورة جي كتير بتتحسبلك هي فكرة انت هتعرف تمانش وهتكون تقول ولا لا ايه دي فكرة استاذ ايهاب بيسأل على كيفية هلادي الحقيبة التدريبية ان شاء الله يا استاذ ايهاب احنا هدنا موضوع كامل عن الموضوع دول هنشفى فيه كلام ده في التفصيل استاذة كان زيلة عشان تبقي الشخصية حازمة ومرحة لازم تبقي شخصية سامعية وبصرية ولازم تبقي كل انها الشخصيات مع مخت محتاجة ومحتاجة تدعلمي تحت الاشتغصيات ودي دواجات لوحدها مستقلة بيحصل تدريب فيها بحضرتك على الموضوع دوت وبنديكي فيها مفاتيح للكلام دوت لكن ده هيبقى صعب ان انا قلت عليكي وقولك اعملي واحد اتين تلاتة هتبقي حازمة ومرحة موضوع اكبر شوية من كده مستفز اكرامي اللي انت بتحكي عنه دوت ده نوع من انواع الشغب في التدريب واذا سمحت لي التعامل مع المتدربين المشاغبي في التدريب هنتدريسه مع بعض ازفاد وقت ان نعرض ان شاء الله في الجزء بتاع مرات العرض والتقديم في مرحلة اثناء العرض ايه اللي بيحصل يا مونة بتقولي ورش العمل والادوات المصاحبة للتدريب والباور بوينت من الصعبات لترى محتاجة تدريب تاني ولا ممكن نعرفها من الكورس يعني انت متخيلة يا مونة ان انا هعلمك هنا باور بوينت لا طبعا انا هنا اتطورة بتاعتي تدريب مدربين يعني انت اساسا عشان تبقي مدربة لازم تققي مستخدمة للباور بوينت فاذا انت مش عارفة تستخدم الباور بوينت لازم تروح تاخده كوبس اسمه باور بوينت عشان خاطر تتعلمي تستخدم اللاب توب الادوات المصاحبة للتدريب زي مثلا الالم القلاب اللي بتقلبي بيه زي استخدام داتا شو كل هات تكنيكات ممكن ان اتغادى عنها لنفسي معظم بزبط طالب لكن انت مش عارفة تستخدم الباور بوينت متوقع لانت تدريب دا والتدريب استحالها حاكي بديكي حاجة ليه علاقة بسورت سكيلز ده برنامج على الكمبيوتر وحنا بنديكي حاجة ليه علاقة تكنيك التدريب مدورة شئلة زي تدريب المدربين لكن اذا كان قصدك ايه المواصفات في المادة العلمية فطبعا بيه احنا بنغطيها اهلا يا نور نور بتقول ازاي سيطر على العلقة والاختباك نفس القصة يا نور هناخدها ان شاء الله في حتة الخوف من مرهة الكبور وده ان شاء الله هناخدها ازرقاشنا ان نعمده نسأل ليه قولي طريقة تحديد الحقيبة هل نتعلمها في الكورس؟ ايو هل نتعلمها في الكورس؟ حارفين يا جماعة الاسئلة بتاعتكو خسستني ان انتو مقردوش المحتوى بتاع تدريب المدربين طب ازاي انت مقردش المحتوى ازاي بتاعتم حاجة وانت مقردش المحتوى بتاعها فاهملي دي نقطة مهمة جدا هده حسب بتقول ازاي يقدر اصبر على المتحدث المغلف اول غير صادق والله يا هده الموضوع تار محتاج شوية صبر وتخليك هادية كده وتبقي غسية ويأتيك فخرا انك عرفت اللي قدامك فاسبي اضحك عليك ايه مشكلة؟ يعني انا مش شايف في مشكلة لكن المشكلة ان انت تواجد قدامك وانت كداب او انت او انت او انت لا لا خالص خليه خليه يخش عادي ويتكلم عادي ويكفيك فخرا ان انت يعرف سي وفينتي فامنت شغهه وبدأت التعامل معا من المطلق ده الايفنت يا جماعة طيب التفصيل المحتوى اللي ملحاش محضرة الحد واللي مش مستني لما التسجيز ينزل لو حد من التعامل يساعدنا ويهدينا بس رابط الايفنت اللي محتاج يعرف المحتوى هو الايفنت ينزل شكرا انا بشواندس ممكن تخش على الايفنت معا للمحاضرة وهتلاقي نفسك شايف المحتوى بتاعنا كامل عشان متشغلش قليل حضرتك لما تيجي تلاحنا تدورها تدريبية لازم تعرف ثلاث حاجات اول حاجة تكلفة كام في زجاجة مجانية فلا عليك تاني حاجة من هو المحاضر من هو المحاضر دي مهمة جدا وما تختفيش بالكلام اللي بيكتبه عن نفسه لازم تتصرب له على فيديوهات عشان كده دائما احنا بنلزق اليوتيوب قناة اليوتيوب عشان حضرتك تشوف المحاضر وتتطمن ان هو كويس وانت فاهم منه اذا تطمنته حاجة لك لقيته وكلامه مش مفسد او بيته لعزب او الاشتره انت مش محتاجته طيب النقطة التالتة اللي هي المحتوى التاع المادة الانية فاذا كان تجربة التعلم دي ببساطة 14 خطوة دورية ومهمة عشان تصمم تجربة التعلم طيب ايه يعني تجربة التعلم دي يعني هي حاجة مهمة أو تجربة التعلم دي لن تنسى الى استخدمتها في مخاطبتك او في دورة التدريبية بتاعتك انسى ان الناس متخرجش مستفيدة وانسى ان الناس متفضلش فكراك وانك متقصرش فيه كل ده من تدورة التعلم ترتعلم هيا ناخد فكرة عن تدورة التعلم ونعرف هيا ايه اول حاجة نفسيادة التعلم ودي اللي بنسميها المفاجئة اول ما بتدخل تبدأ بمفاجئة زي ايه عبارة لجازب الانتباه سؤال عن حدث سهل الناس تسمعه وتفحك راجئ الناس بانك هيزهم كل واحد اتعرف على اللي جنبه وبيطلع يعرفك عليه وهو اول مرة يشوفه اي حاجة فانتدحك لكلها مفاجئة بتكسر الجليد وبتخلي الناس تنتبه لك رقم اتنين الفجوة الفجوة انك تظهر الفجوة يعني حفرة مسافة كبيرة مساحة كبيرة انك تظهر الفجوة مبين المهارة اللي عندك انت يا متجرب في الوقت الخالي وبين اللي هيتم اكتسبها من وقع المقرر التدريبي فاكفيه زي ما جيت في المحاضرة الاولانية وزي ما زمنتنا فاردوس قالت انت قلت لنا المحتوى بتاعك في المحاضرة الاولانية طب انت قلته ليه احنا قلناه عشان اقول لك ايه المعرفة والمهارة اللي انت هتكتسبها معايا بعد الدورة التدريبية بتاعتي فانت بينك وبين نفسك تقول اه لانا ما كنتش بعرف عمل الحكومات التدريبية لانا بعد ما احضر ما احضر هبقى بعرف عمل الحكومات التدريبية اللي خايف من وجهة الجمهور هيقول اه انا بعد المحاضرة ليه هعرف ازاي تغلب على خوفي وسيطر عليه يبقى انا هنا شرحت لك المحتوى بتاعي وانا اعني ان اقول لك ان ليك في الدورة بتاعتي دي حاجة هتقفل لك الفجوة بين المهارة اللي مش عندك او اللي عندك بس مش كاملة وبين اكتسبها وصكلها ومعرفتها معرفة كاملة بانتهاء المقرر التدريبية ده ايه ده الفجوة لما اشرح لك المحتوى هبدأ انكشك كده كل شوية واتأكد ان انت فاهم وسخصخ معي طب انت عرفت ايه الحاجات اللي معاك طب انت واحد بالك ان انت فهمت ان انا هاشرح الموضوع دوت طب يلا ما تسعيني في حقيقة وانا لسه هاشرحه قدام هفكرك وهتأكد ان انت عارف ان انا عندي الحقيقة التدريبية بعد شوية طب واذا انا مش عايز اعيد كل شوية هتلاقيه بجيب لك دبيل عشان تتفرر منه على المحتوى عشان تتأكد وتفهم ان انا هقفلك فجوة مهارات معينة هتساعدك انك تبقى مدرب كويس وانت بتهم ليه احمد دلوقتي فانا بشرح لك ازاي تصمم تدريب التعلم وبأسقط على المراحل اللي انا عملتها معاك عمليا تدور تدريب المدربين يعني انا بحكي لك نظري وبقول لك عملي انا عملت ايه في الدورة معاك وانا لسه في المحاضرة التانية عشان اقتل في الاخر اقول لك شكرا انا عملت تدريب التعلم نجحة وان شاء الله الدورة دي حتأثر فيك بعد كده هتخش على جزئية الحاجة الحاجة نقصد بيها ايه نقصد بيها ان انت كمدرب او كمدرب لازم وابح للمتدربين بتوعك اهمية الحاجة اللي انت بتشوحها ايه واهمية الفجوة انها تتقفل لنهاية لو ما تقفلتش هتبقى مشكلة طيب النهاردة اكدلك ازاي على انك محتاج تسد الفجوة لم يجي حد يقولي انا عندي مشكلة وبخاف من وجهة الجمهور طبيعي انه لازم يفاهم ان دي هتأثر على علاقه كمدرب ايه مدرب يبقى دوره يطلع تعلم الناس ازاي تواجه الجمهور وهو اصلا بيخاف وبيقلع من وجهة الجمهور ايه الموضوع من السهل تعالى نتكلم على حجة السؤال والجواب وانت شغال لازم بعد كل جزء شرحته تتوح اسئلة انتو فهمين يا جماعة معايا حدا عندي سؤال طيب الالي احسن الشخصيات السماعية ولا الشخصيات بصرية ولا اللي يجمع الاتنين مع بعض ولا اللي يجمع التقريب مع بعض بتدي اسئلة عشان تتأكد ان الناس فهمة الاحتياجات الفررية تبدأ بتتكلم طب هو احنا ينفع لبقى مدربين واحنا مش عارفين نعمل حكومة تقريبية الاسئلة دي مهمة جدا عشان تتطمن على ان الناس فهمة ايه هي احتياجاتها النقطة رقم 6 هي خريط الطريق خريط الطريق معناها انك بتحط النطاق عشان تغطي المقرر التغريبي ولازم وانت بتقول المقرر التغريبي وتشرحه توضح النتائج النهار ده ما عندي في المقرر التغريبي بتاعي 20 لقطة اذا خلصتوهم وخطرتك خطتهم كويس جدا انا با وعدك انك تكون ولدي بمتميز طالما هتسك المهاراتك وهتنمي نقاط الضغف اللي هتعرفها مني خلال راود بتاعتك النقطة اللي بعد كده هي عملية الشرح وانت بتشرح في دربة التعلم لازم يبقى مقاري صغيرة طريقة الشرح سهلة نستخدم قنوات ورسائل بصرية وسمعية وحسية على شرحات الناس مش كلها بصري ولا كلها سمعي ولا كلها حاسي بعد كده هتخش على الوصف الوصف دوت بانك تحكي عن المهارات وازاي تطبقها وازاي تتعامل معها فانك تيجي مثلا تتكلم على لغة الجسد فتقول في حاجة اسمها الاتصال البصل في حاجة اسمها تعبجات الوجه الإماءات ازاي حدويتك لازم لما تقول ان انت مبتسم تبقى انت مبتسم مش تبقى رايح عزا وبتقول البقاءة لله وانت مبتسم يبقى لازم الظرف والحالة الظرفية للإنسان تبقى متناسبة مع تعبيرات الوجه هنا انا بغصف لك المهارة هي التحكم في تعبيرات الوجه وبربطها لك بالمثال عشان تبقى على يقين ان الظرف الزمني هو اللي بيحكم تعبيرات الوجه شرحنا وقصفنا طب مش هنتمظم بقى هنتمظم يبقى لازم نسمح لحضرتك ان تشارك معنا في الأداء عشان كده بعد ما هنخلص تبقى التعلم هنبدأ ناخد نفتح المايك للناس وناخد كل حد يكلمنا في ديئتين هنأصحب موقف مرة عليه بحيطه طيب لما حضرتك هتفسك المايك وتكلمنا في ديئتين هنأصحب موقف كده انت اتمرنت يبقى معنا كده احنا بقى كان مدربين هنقيم اللي انت هتقول فاذا لاحزنا في قصور غني في الأداء الصوتي بتاعك بقدر ان كان هنعمل لك توضيح وتصفيح للأخطاء او تصفيح الأخطاء دوت بنسميها النقطة عشرة اللي هي التوبيح او التصفيح طيب ايه اللي هيحصل بعد كده قالك المرحلة الأخيرة بقى ان انا اعمل تلخيص هباجع كل نقاط التدريب اللي انا عملتها لك وهبضي اعمل تلخيص اللي انا قلت بولك كله وهتفق معاك على خطة خطة انت هتبدأ ازاي معك المشروع المشروع بعد ما تاخد الشهدة بتاعتك هل هتقعد في البيت وتقبر ولا هتبدأ تتضرب طيب عيدا ساعدك فهنقول لك تعالى اتطوع معنا او اتطوع فأي مجال عمل خيري عشان تبدأ تسكل المهارة اللي تعلمتها وتحول المهارة ده بدل ما انت قاعد من وراء دهاز اللابتوب وشغال على البيت اونلاين اتعالى ينسبك مهارة على الارض الواقع وتعالى اتضرب معنا ميداني وتعالى اشتغل معنا خشي بعد كده لما تخش على خطة العمل وتبدأ تنفسها انا دهي لي كمدرب هتبعك وهتفق معك على حاجة اسمها خدمتنا بعد البيع اللي هي ان حضرتك وانت بتعمل مادة المية وحكمة البيع حقك علي انما رجعها لك واصلحها لك وقول لك ما شكلها ايه طبعا مش على طول يعني اول مادة المية هو حكمة البيع هتعملها لو عندك محاضرة ومحتاج اي خطوط عريضة الشغل بتاعك هساعدك فيه لو محتاج سجلي نفسك على اليوتيوب وبعتلي الرابط وانا مستعد اعمل لك تقييم في اي وقت او عايش تعملها لايف هتخش معي على سكايب وتعملتها لايف حتى بعد ما الكوكس ما يخلص المفاجأة ان انت بعد جلسة التدريب هتلخص كل ما سابق وتحكي تجربة التعلم يعني بعد ما بنخلص دورة التدريب بتاعتنا وبعد ما بنخلص خطة العمل وبعد ما تخلص المتابعة هتقعد مع الشخص الذي انت عملت مع كل دورك وتبدأ هتقول تعال فقرك فاكر لما حضرت معنا دور التدريب المديرين فاكر لما عملنا لك خطة عمل وماذا تتشتغل فاكر لما تبعنا لك مع التعروف مع الدنارة فاكر كل جود هنقول لك انت من العرضة اصبحت زي الطائرة الحور الطريق انت تستطيع ان تقرض لمفردك على خرشبة المسرح وتعرض لنروض بتاعتك انت من يوم مدرب كامل الاركان تستطيع ان تطارق لمفردك وتستطيع تعمل حكمتك التدريبية لمفردك بنتش محتاج لحد تتوكل على بارك لا ونشألكم التحق ده باختصار تجربة التعلم اللي احنا بنتمها لحضراتكم استاذ احمد طالحة بيقول انا لاحظت اني بيقنب الناس اكثر لغاقول لهم ازاي ينجحوا طيب يا استاذ احمد من انت كده بتتخفشهم منك يعني شكرا يا استاذ انا ده انت كده بتتخفشهم منك اذا تقعد تقنب الناس طب هما هيحدغولك ليه تاني لازم لازم تعدل سلوكك في موضوع التعنيف ده وكويس جدا انا هبصلها بناحية ايجابية كويس ان حضرتك مدرك مشكلتك فعارف يا استاذ احمد طالحة ادراك المشكلة ده جزء من حلات ان انا عارف ان هو ده السبب في المشكلة يبقى فاضل بس هدرب نفسي على اني ابطل هدرب نفسي على اني ابطل اراجه اللوم للي قدامك امسك لساني شوية هتفر معك كتير والناس هتحبك اكثر استاذ عطاف صعورك في محله يا استاذ عطاف التبريف فعلا محتاج كثير من الصبر والهدوء والثبات الانفعالي لايما عنصر المفاجأة مش لازم يكون في نفس موضوع التجربة خالص انا في ساعات بخش اعمل عنصر المفاجأة في حاجة بعيدة تماما لكن بأسكت عليها يعني ايه يعني لما اتكلم مثلا عن مهارات الاتصال مع الاخر بجيب بلونة وبجيب دابوس وبطلع اكثر من المتدرب اقول له لو سمحت دخل البلونة دخل الدابوس في البلونة فاكتر من حد بفرق على البلونة اللي بينجح في التجربة بس هو الشخص اللي بيدخل الدابوس في مكان محدد بيبقى مالين شوية في البلونة والبلونة ومفاجأة عشي فبنبدأ نقول يا جماعة اللي عنده كومنيكيشن اسكيلز كويسة او مهارات الاتصال كويسة بيحافظ على المياس بيحافظ على الدابوس والبلونة لكن اللي عنده ميس كومنيكيشن او ضعف في الاتصال مش بيحافظ على علاقاته مع الاخرين وبيحصل صدماته وفرقعة زي فرقعة البلونة ده مثال ممكن الناس لما تشدد داخل البلالين بتتخض تقول ايه ده مهارد دا ولاي لكن لما بيعرفوا الرسالة اللي وقعها البلالين بتاقي الدنيا احدى بكتير وبيخطنعوا ان اللي موجود دوت ده الراجل عنده معلومة وجايد تعمل احمد طرحة بيقول لغة الاشاورة خانيتني كنت بشاور بسباعي مش بكفل ايد كامل طبعا يا احمد دي مشكلة لان الصباح ده فيها لهجة امر او تهديد فبتحاول نتجنبه التغريب فيها الاولى مش المجاية التغريب فيها مع اهل بيتك وصحابك يعني انت هتسأل اهل بيتك ان انت وانت معهم في الحواري اليومي يبقى بوك ويقولولك اول ما تدفع صباحك وانده التغريب بالتغاريه يبقى افضل مستاذة اية بتقول التغريب الرسمي اللي بتفرضه المؤسسة على العاملين بيبقى اصعب من التغريب الحل اللي المتغرر فيه هو اللي بدهه على المعرفة يعني الى حد ما كلامك مزبوط لانه ممكن تلاقي حد يجايه اصبع عنه اللي يعمل مقاومة كبيرة غيبا اقرب الغالب مش يسمعلك ايو اه او ايستاذ الهالة ينصر منفجه مقصود به التعيق يقصد به كسر الجليد ومقصود به جذب الانتباه ادارة اول خمسة او عشر دائد المحضرة ايهاب الصغير اعتقد انت كنت معنا يا ايهاب احنا بنتكلم اه على حتة المتدرب المشيغب وقلنا ان احنا هنقولها في مهارات العرض والتقديم. عشان بس ما نقولش كلام ويارجع عهيده تاني. فانا اه هستأذنك اه مش هنسأل لوقتي عن المتدرب المشيغب وهنوفق سؤالك لما نشرح احنا الا عن ده. هل من الممكن استاذ مونيف يقول هل من الممكن تخيل سيناريو ينسجن مع الموضوع وليس شرط ان يكون الموقف الحقيقي. ممكن طبعا يا استاذ مونيف ما عملاحظت ان حضورتها لازم توضع المتخيل. يعني ايه? يعني لازم تقول للناس ان انت مش بتحكي لهم اه قصة حقيقي. بتقول لهم ان يحكي انا. فكلمة يحكي انا دي معناها ان انت خيل. غير ان انت تقول لهم مرة فيه واحد فده معناها انت بتحكي قصة حقيقي. ارجو ان يكون الفجر واضح. طيب هتقول جمال عبدالناصر. هتقول لنا جمال عبدالناصر. وتشوف فضعه ايه. جمال عبدالناصر انت جاهد صح? هاي. ممكن نقرد على جمالي يا بشو اندسة. في الاحتاني يا جمالي هتخكي لي اصعب موقف اي مجال. جمال عبدالناصر. السلام عليكم. اذا ايه. لو حدث يعني ايه تبقى ايه تبقى ايه تبقى ايه تبقى ايه. هو اسعمة في الحقيقة بالنسبة ولو كحبت تسمي قلت بحضبه و كانوا و كنترى قلت المزينة يا ابو ايه تبقى ايه تبقى و أبقى ايه تبقى ايه تبقى لهم يشغلون يمانه يسبب لهم حدوان. في احنا بنشرح القورس و كده و بردمهم معلامات عن الديبلومة. فقال لي معرفته حالي الشخصية فقط له غافه جدا فقط له امي ايه شخصي في فقال انت شهزج نسيا فالناس كلها استغربت و ليل في تورطة وتشويش جامع جدا على الكورس وعى الدبلوما فقطت له برابة صوان بس انتناه ده كده فقطت لهم لو سمحت هو انت عرفت ازاي فقال لي جميع من الحقيقة وتقطت طوله على الحقيق جدا وعليت الناس يعني اني سقفلت والناس فانا سقفلتوا باني سقفلتوا باني سقفلتوا وبصراحة لما حينوك لموتها مش خالف خالف بقيت في الكورس جدا عرفت ما انا شاوز وهو بقول ان اخواتي والناس اللي بيكتبتت معايا ما اكتبتش المال اذا بجد يا احمد يا جماد انت خلصت ابدأ خلق كويش جدا بص يا السيد جمال في الشغل الالاين لازم وانا بيتكلم يبقى عناية على الشاة عشان اشوف رد فعل الجمهور بنقطة مهمة قوي انت مساعد ما بدأت وكلنا بالاستثناء بنقول لك ابعد السماعة عن ضوءك. اتكلم بغراحة شوية. عشان احنا في الاخر ما فيمناش اي حاجة. يعني طبع انا بذكرها المبادلة بتاعتك. لكن فعلا لو شوق لو قريت الشات. مش هتحس ان احنا استفدنا حاجة. لكن انا اخدت بسرعة جدا. لبحت حاجة راحنا بس ان انت كنت تجري وانت بتتكلم. ربما يكون ده مش طبعك. ربما انت متصور ان الديئتين وقت كتير او وقت قليل سوري. وبالتالي انت مش هتلحق. عاشت تحكي السرعة. لكن فعلا الديئتين دي مش مهم تخلص فيهم الحكاية. لكن مهمة عندي ان انا القتق بتقول فيهم ايه. وقلت حاجة مفيدة ولا لا. والكلام كان واضح ولا لا. بتتلعص في الكلام ولا الدنيا زي الفل. فانا السرعة مش مطلوبة. قدم مطلوب القيمة بتاعت الكلام. لأ العفو اهلا وسهلا بي. طيب ايه هديكم نفش على محرات العرض والتقديم. ونفكر مع بعض كده. وبعدين في الجمهور اللي بلبنا دوت. وهنقدر نتغلب على الخوف من مواجهته وزي. في الجزء دوت احنا هنتكلم على الخوف العرض والتقديم. هنتكلم على مقاومات العرض والتقديم الفاعل. احنا ايه هو العرض والتقديم اللي ما عمله. نتقل علي انه فاعل وهدف منه. هعرف ازاي اعمل اهداف وتخطيط لعرض معين. وهتكلم معاكم على مرحلة العرض والتقديم والشخصيات بقى الرخمة اللي ممكن اقابلها هو العرض بتاعي. شايفيني الراجل ده? الراجل له. حد كويس. لسه هو الان ومتوتر. لما يقبلك توطر وقلق. قبل المحاضرة. لازم تبقى فاهم ان ده امر طبيعي. وبيحصل داين. حاول ما ترفضش التوتر بتاعك. او انك حتى تتوتر لما تحسنك الان. لأ عايزك تعيش معه. عارف لما الواحد يبقى عنده حاجة بتوجعه. وقعد الفترة بتوجعه. سنتك مثلا ديكسك بيوجعك. وما انتش عايز تحشيه. عشان تخايف من الماكنة اللي بتبقى عند بطور السينام عارفينها. اللي هي بتعمل كده دي. فبتتعايش مع الالم. انا عايزك تتعايش مع الالق. كأنها حاجة زي كده. مش عايزك وانت بتفكر تفكر انك تقلل القلق بس. لا ده انا عايزك تسيطر عليه. وتتحكم فيه عشان خاطر التدريب بتاعك انجحة. طب يعني اسيطر عليه ازاي? ما انا لو عارف ما كنت لش بيينته ولا كنت قلقت? قال لك لازم عشان تسيطر على التوتر والقلق والخوف. لازم تعرف السبب. وتحاول تواجهه. ازا هي مش كسط ان انا هتغلب على التوتر. ده احنا عايزين نجيب ام التوتر. ام التوتر يعني سببه. ونعرف السبب ايه ونعجه. تيكتخش على الخوف. هتلاقي الخوف. ويمكن يجيلك من كزا نقطة. لاما خوف من الفشل. انا هدي محضرة. محدش هيفها مني حاجة. والناس هتطلع تقولي عليها مداري الفشل. ومحدش هيخس ان انا بازلت مكهود. انا خايف. في واحدة تقول ايه انا هخش المحضرة. هلاقي الناس كلها بس صالي. لا 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 انا مش اروح. فلا خايف او خايفة من ان المتدربين يجاكزوا عليها. ان تخش مكان تلاقي كل الناس بتبصي لك يا مهرب يطل. وفي حد تاني يبقى خايف ان المتدربين يتضيئوا عليه. خايف ان هو يتلعسن في الكلام. خايف ان هو ينسى. فدقوا من الناس من التضيئة. خايف ان هو يغلط وهو بيعمل تدريب وقدام مستويات وظيفية اعلى. كل دي اسباب من اسباب الخوف الكتير قوي ان هو صعب اللي ابناه. لكن كل اللي طلبينه منك انك تستخدم العوامل اللي هقولك عليها دي. العوامل دي بتساعد على التقليل من مخاوف العقد والتقليل. اول حاجة هتخطط وتستعد جيدا للعقد. هتزبط امورك. انت عارف العقد بتاعك بيبدأ الساعة كام? وبينتهي الساعة كام? انت راجل محضر. انت راجل مذاكر. انت مش رايح في اي وقت. انت عارف ان المحاضرة الساعة كام? انت عارف ان في ازانه وصلاف وسط المحاضرة فهتعمل حزابه. انت عارف انت هتشرح كم سلايد. كم شريحة? انت عارف ايه تدريب العمل اللي هتعمله? انت عارف هتكسر حاجز الخوف ازاي مع الجمهور? انت عارف حدير الخمس دقيق الاولى مع الجمهور وايه الحاجة اللي هجده بيه محاضرتك? سواء قصة سواء سؤال سواء نقطة سواء اه حكاية. انت محضر انت مش رايح كده يعجبوني. انت بتعتمد على تنظيم جيد. لاغوا فيكم سرا. انا كحمر مبارك. التيم اللي شغال معي. كتنظيم في الدورات. بحاول لاحتفظ بيه. خلاص البشمهندسة ظهر معي من تلات سنين. لما باجي اشتغل مع الضغين. بتبقى البشمهندسة ظهر معي. ببقى متطمن وهي موجودة. لعرف ان التكنيك بتاع التنظيم بتاع المحاضرة هيبقى مزبوط. عندي تاني محمد عبدالرحمن هو مش موجود معنا للأسف. مش يروف الوقت. لكن ده راجل برده معي لما بيكون موجود متطمن. ده على سبيل المسال. عايز اقول لكم عندي مسلا لما لاجي اشتغل مع جمعية رسالة. معروف لما يكون احمد مغارد نازل اليوم جمعة في جمعية رسالة. معروف ان الوحيد اسمه محمد برادي هو المنظم الوحيد اللي انا بسك في تنظيمه. يعني لازم بدغط على الاجراءة بقول لهم عايز محمد برادي. خلاص لما بيكون فيه تنظيم جيد انت بتبقى متطمن منشاهل دباع البيضاريات واثق ان بفضل من ربك سبحانه وتعالى الدورة هتنجح. عامل تاني من العوامل اللي بيساعد على التقليل من خوف العرض والتقليم ان حضرتك تتخيل الجمهور. وتتصول اللي هيحصل لما تدخل. وتتخيل الناس وهي اعلى معاك. فلما تتخيل ممكن تقعد قدام المالية وتحكي كاينك قاعد قدامهم. ممكن تبص تلاقي نفسك بتسجل لنفسك كاينك قاعد قدامك بمورة تتكلم كل وارد وكل ده ما تكوفش عين مشكلة. عامل الصدق ان حضرتك تبقى صادق بالحاجة اللي بتحكيها. تبقى الماتيلية اللي بتشبح منها بتاعتك. ما انتش مقلبها من مدارب زميلات. تبقى المعلومة بتاعتك. لما هتقول حاجة منقولة هتكتب منقولة تحت. لو لقلت حاجة ولعبتي فيها هتكتب تحت منقول بتصرف. هتبقى صادق مع نفسك. حاجة مهم هاوي انك تتمرن وتتضرب على المحاضرة. طب هتتضرب ازاي? يا اخي كما الفجل لنفسك. لما تسمع نفسك كده وانت بتعمل التدريب. مش يمكن تكتشف اخطاء في نفسك. مش ممكن تلاقي نفسك بتتكلم بسرعة. هتبقى عايز تقلل السرعة بتاعتك. طب التالي لما هتسمع نفسك هتلاقي ملاحظات غيرك مش تلاقيها فيك. وهتبدأ تحسنها. طب وانت داخل العرض بتاعتك. بتبقى حشسن المتدريبين دول صحابك وحبيبك وعايز تقبلهم. ولا اعداء. وعايز تقهرهم. طيب. لما بتدخل المحاضرة بتاعتك. بتبدل تتكلم 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 ويجي حد يرفع ايده وتكتمه وتخرصه. ومبنوع الاسئلة. والاسئلة في اخر خمس دقايق. وتيجي اخر خمس دقايق طول واحد بعدك وماشي. ولا بتديهم فرصة يتكلموا. فبنقول لك اوعى. تمسك المايك وتنسى نفسك. وتتجاهل. ويتقى عادل قدامك. وتمنعهم من هم يتبادلوا معاك اطراف الحديث. وتذكر ان المحاضرة الناجحة والدورة التدريبية الفعالة هي اللي تبقى ماشية يعني هتوخد. يعني مدرب ومتدرب. محاضر ومنسطين بالمحاضرة ففي شد وغازم في الاعداء. او هتفتكر كن المحاضرة الناجحة بتبقى جهة واحد. على الاطلاق. بازم تغيز رايحة ولاي. وانت بتتحرك استهدف اللاتلا. ومش لغة الجسد معناها انك تتنطط. وتبقى مكوك رايح جاي. وتخطف انتباه الناس رايح جاي. فتشتتهم عن الكلام اللي انت بتقوله. الحركة لازم تكون بحدود وبحساب. اذا الحركة ملهاش لازمة هيبقى هتوفرها. نقطة اللي بعد كده بتتكلم عن الاتصال البصل. انت في البداية بتبقى شايف من انك توزع نظاراتك على كل اللي موجودين. وبما تكون انت اصلا كشخصية. لما بتيجي تتكلم مع حد. فبتحبش تبص فعني. طيب. بتيجي نلعب بديل. نلعب لعبة بديلة. ممكن ما تبصش في عيون اللي قدامك. ممكن تبص في مناخيهم. ايه رأيك? طب ممكن تبص في حواجبهم. طب ممكن تبص على الجبهة. اه لان من عندي العين لو طلعت مسلس لفوق او نزلت مسلس لتحت. المساحة دي لو تتخيلها معي. وبسط لحد فوق سنة من العين او تحت سنة من العين. مع بعض متر او اكتر. مش هينتبق انت بصص في عميه. ولا بصص في الجبهة ولا بصص في المناخيهم. اذا لو مشكلتك في الاتصال بالعين في حد ذاتها. اذا تبزل سنة او تطلع سنة وتتغلب على عالم قدرتك على مواجهة العين للشخص اللي قدامك. ايه لام جميل? طيب. ايه تاني عندك? تعالى نتكلم على مقومات العرض والتقديم الفعال. العرض والتقديم امتى اقول بي انه فعال? ان ساعاتك لما تخش تبدأه بازابة سلوك. الكمبالة اللي كنا بتتكلم عليها. ان ساعاتك وانت بتتكلم منها مع المتدربين تبقى بتتكلم مع اهل بيتك. تبقى بتحترمهم. اوعى الاند تعتك تعلى. اوعى تحسسهم لحظة ان انت حسس بنفسك وان انت اكبر منهم. بالعكس. انا جاي استفيد منكم وافتكم. هي معادلة. زي ما انا هديكم معلومة انا هاخد منكم. لان حجم عدد الخبرات سنوات الخبرة اللي موجودة في القاعة اكبر بكتير من عدد سنوات خبرتي. لان لما تعدي عدد يعني الناحظة. عندي 63 متدرب موجودين على القاعة. لو قلنا لو قلنا ان كل متدرب عنده سنة خبرة. خلاص بقى 63 سنة خبرة وانا ما عنديش غير يمكن 12 او 14 سنة خبرة. فاحنا اضعاف اضعاف. فانا مستفيد منكم مستفيد منكم. احسبها بالطريقة دي. وحاولت تحفز المتدربين. تشرح لهم المحتوى. تلفت انتباههم. تحفزهم ان المحاضرة اللي جاي احسن من ديت. وديت كانت احسن من المرة اللي بقتت. لازم تشارك المتدربين. عشان كده انا كنت مصمم ان نفتح المايك. ان شاء الله ازا فضل وقت النهاردة هنفتح المايك. وازا هتفاعدني البشواندسة زرقاء. هنعمل اه زي دعم فني خلال الاسبوع اللي جاي. وقبل محاضرة الحد. عشان نمر للناس ونجرب معهم تست للمايك. الوقت اللي يناسبك او يكون حد من صوم الموجودين. يفتح قاعة للتجريب. نضغط بس الناس ازاي يفتحوا المايك. وزاي يخشوا على المايك. ويتمنوا ان المايك اللي بفتهم يكون شغال. اي حد يطلب هيبعك لك عالخاص وعالدخلي. يبقى المعيال ان حضرتك تنزلي محاضرة. البوستة على الجروب. وتقول يا جماعة انا عندي محاضرة تجريب. من الساعة كزا. من الساعة كزا. وتعدين الشغوط على البوست. والناس بقى اللي بصحصحة معينا اللي عايزها تشارك. وعايزها تبقى قوية في الاونلاين. باسم هتخش وتقرى البوست على الجروب. وتتفاعل مع حضرتك. وهم دول بس اللي هنفتح لهم مايك بعد كده. ايا كان. وليكن المحاضرة بتاعتنا تسعة. عايزها تعمليها سبعة. فديك سبعة. ما فيش اي مشكلة. هاي. والله يا استاذة زهرة بشمهودية زهرة هيحتزموا. ويهتموا. انا متفائل بازن الله من الضفعة دي. طيب. لا ما انت حضرتك هتقولي مسلا عايزها من سبعة لثمانية. خلوز جالك حد ثمانية وعشرة ما تقديش. خلي الساعة بتاعت الكاملة. طيب خش معي على الخمس زي الاولى. ففي لما كنا بنتكلم على ازابة السلج. وكنا بنتكلم على القنبلة اللي في البداية. كنت بتطق على ادارة اول خمس دقايق. في المخاطرة. وشد انتباهي لكمهور. ده اللي بيدي دافع اللي الناس تكمل معيك. ولما تكمل معيك هتكمل معيك. بحماس. ولا. هتوقع منك. لما تخشوا بتتعرف على الناس زي ما عملنا مع بعض يوم الحد. وتسألهم انتوا هدفكوا ايه من الدخول الدورة. وتسألهم انتوا تدرسوا ايه. ويحصل لهم من انواع التفاعل والشد. خلاص. انت كده ايه? قسرت الجليد اللي بينكم باهم بعض. وزهرنا في الشكل الاصحاب. فالسهل ان هم يتقبلوا منك معلومة. انت بانيت ثقة بينك وبين الجنهور بتاعت. بايه? بفضوءك. بثباتك الانفعالي. مش بانك تتنطط على الجنهور. او ان التلوم اللي قدامك على خطأ بسيط. هنحاول بقدر الامكان يفتكر احنا مدربين ولسنا معلمون. طيب. لازم اتجنب العادات السيئة للتحدث. ايه هي العادات السيئة اللي انا محتاجة بطلها. انك وانت بتتكلم في محاضرة او تبريد تبقى واقف وغى المكتب. يبقى المكتب بينك وبين الجنهور. انت مخبى رجلك? طب انت مخبى رعشة ايديك في حطيتها وغى المكتب? لكن تبقى انت في مواجهة الجنهور. نفيش فرق بين. نفيش حاجز بينك وبين جنهورك. اوه هتفضل تتكلم طول المحاضرة. لازم تفصل ولازم تدخل الجنهور. لاما يسأل اسئلة. لاما يعمل مداخلات. لكن ما تفضلش بالساعتين او تلات ساعتين بتتكلم الواحد. حاول تنوع في واتيرة الحديث. شوية تتكلم بسرعة بسرعة بسرعة. وشوية تهدي خارس. شوية تعلي صوتك. وشوية تغطى صوتك. وقبع تعيد الكلام بدون مبزر. المبزر ايه يعطي الكلام. انا حد يطلب منك. انك تعيد لانه ما فيمش. هنا لازم تقرر السجر. وتعيد تاني. طيب. لو حد جي قالك انا كنت متأخر عادلي. ما ينفعش. ليه? لانه هيخد على كده. هيتأخر كل شوية ويرجع ومستنيك تعادله. طيب لو حد قالك القهربة قطعت عادلي. طيب. مش الاعادة دي من وقت الناس اللي كانت موجودة. والكهربة ما مطاعدش عندها. طيب. انت عندك بديل. ليه? ولا ما عندكش ايه? ازا عندك بديل ليه? وفيه تسجيل. فهو يقدر. يسمع اللي اتقال. من خلال التسجيل. لبقى حدودك مش هتقد. لكن ازا ما عندكش تسجيل. ومفيش بديل. بلو ان انت تعيد تاني فانت هنا مضطرف ايدي. تفادي ان انت تقرأ من ورقة مكتوبة. ما ينفعش تبقى بتدي محاضرة. وعينك في الورقة وعمل تتكلم. لكن ينفع يبقى فيه ورقة صغيرة. ازا كان مفيش. انت شو? يبقى فيها العناصر الرئيسية اللي حضرتك تلمح بس في الورقة. اسم العنصر وتبدأ ترتاجل. ترتاجل مش كلام لا اول مرة تقوله. لكن هترتاجل بناءا على المادة العلمية اللي انت كنت بتذكرها من راح بجليل. تعال انا نتكلم على التخطيط للعرض. السيخطط للعرض. اول حاجة لازم. انا عايف الهدف من العرض بتاعي. انا الهدف بتاعي ايه او انا عايز. اقصد حضرتك مجموعة من المهارات. واديك شوية معرفة. عشان تؤهلك ان انت تبقى مدرب محتاج بهدف. طيب عشان اعمل الهدف دوت. بدأت احلل الفئة الموجودة عندي. الجمهور. هو انا عايز ناس قدي ايه. طيب سنهم من كام لكام. طيب المؤهنز عنه بتاعهم ايه. طيب الجمهور اللي جاي دوت. هو ايه احتياجاته. هم جايين عشان يبقوا مدربين. يبقوا هم محتاجين عرضوا تقديم. محتاجين استراتيجيات واساليب تدريد. محتاجيني زي اعملوا حكومة تدريدية. يبقى لما حددت الهدف. ادلت اعرف واستمتج. احتياجات الجمهور اللي جاي يحضر بهدف محدد. طيب لما عرفت الاحتياجات. طيب يا ترى اخترت الاسلوب المناسب اللي ههوصل بيه المهارة اللي الجمهور محتاجها. هعرضها ازاي. وانما استخدم عملي. هقدر استخدمه ازاي? اه لا يبقى انا هحليهم. وخشوا يا من المدخلات. طب لما يبقى فيه مشكلة ومش هارفيني يستخدموا المير. اه يبقى انا على طول اوفر طريقة تانية باني اعمل تدريب عملي على المير. وهكذا. ازا انا بفكر في اسالين. بتؤدي الى نتائج افضل. قبل المحاضرة نازم تروح تجرب المكان كده. تشوف المكان بتاعك اللي هتشتغل فيه. الاجيزة المتاحة. وصف لمساحة القاعة مناسبة للعدد ولا لا? طبعا احنا هنا مش بتتكلم على القاعة الصوتية. احنا هنا بتتكلم على القاعة اللي هي اه ميدانيا. او القاعة المباشرة هي فيس توفيس. وفي نفس الوقت القاعة الصوتية انت عندك قاعة بتبقى محدودة خمسة وعشرين اه قوشي. قاعة الصوتية. طبعا ساعتها ما فيش داعي ان حضرتك تاخد اه حجز اكتر من خمسة وعشرين. في قاعات خمسين. القاعة بتاعت الدارين مفتوحة كبيرة ما شاء الله. طبالتالي احنا مش هتدينها بعدد. فهي مستوعية بقى الالتون وستين طرق اللي موجودين. لكن في قاعة بتبقى خمسة وعشرين في قاعات خمسين. فهنا انت لازم تكون ملتزم بالحجز لعدد بيساوي عدد الاماكد اللي ممكن تخش القاعة. اللي بيحصل في القاعات الاولاين ان هي بتبقى بطيقة بعد كده. والسوق ما بيوصلش نوع عدد زد. اللي بقى للقاعة اللي هي المباشرة بتحت الدورة ميدانية. كلمني عن درجة الحرارة. ينفع حضرتك. تبقى قاعد. الجو حر جدد. وما فيش شباك تهوية واحد في الغرفة. ولا فيه مدارة احنا فيه تكيفات. ينفع حضرتك تبقى قاعد. الجو جدد. والشباك موجود وما فيش ازاز. فالدرجة اعمال داخل عليك بيبصص لك. طب ينفع تخش مكان ما فيش تهربة. طب ينفع وانت داخل ما تتطمنش ان الداخل شو هتبقى شغالة. ولا ينفع ان ما يبقاش فيه فيش جنب المكان اللي فيه اللابتوب بتاعك. طب حاكرين لما اتكلمنا المرة اللي عن ازاي بنحط الكراسي. والمقاعد اللي الناس هتقعد عليها. طب هتكتبه وضع مناسب للكورس اللي هتقوله. وهتناسب مع العدد اللي جاي. طب انت عارف ان المساعدات العرض مهمة جدا. يعني اللابتوب والداتا الشهور والترافزة اللي انت هتحط عليها حاجتك. مهم جدا تبقى عارف. احبار ازاي. في حد بيحب اللابتوب بيبقى عريمينه. في حد بيحب اللابتوب بيبقى على يساره. يبقى حدودة بتروح بدي شوية. وتضبط المساعدات بتاعت العرض. ربقا للطريقة او الشكل اللي انت شايف ان هو مناسب لساعتك. طب. لما نيجي. نتكلم على مضوعة من الخطوات. بتساعدك على الهدوء والثقة. الناس اللي بتبقى عصبية. وعندها الثقة في نفسها. وعندها سبات فعيل. وخايفها تنسى وخايفها تدهدل. وخايفها تبقى زي اللي بتحين كده. تبقى حفظة ومسماعة عن نفسها. قيب من محاربة تنسى. بنقول لها شوية خطوات. بتساعد على الهدوء والثقة. في الفترة الاخيرة كان عندنا مشاكل ان اقربة بتقطع. طب انا لو اقربة يبقى اللاتب ممكن ما تشتغلش. يبقى اللاتب ممكن ما تشتغلش. عشان كده بنقول لك لازم مفاتيح الكلام تبقى مكتوبة خط واضح في ورقة او في كالت. عشان حتى لو اللاتب ممكن تقربة من ورقة المفاتيح بس. لها العناوين اللي قرسين. تبص كده على طرف الورقة تلمح المفتاح او هتفتكد. هتبدأ بتمشي في العرض بتاعت بتوتيب منطقك. ايه تاني? حضرتك قبل ما تدخل? انت محتاج خمسطاشر دقيقة كده او نفس ساعة ليك لوحدك. ما تخليش حد مجموع يجي يسألك. ولحد يجي يغلز عليك ويسألك اعتزل منه الطريقة لطيفة. ليه بقى? اصلا انا عايزة تعمل مراجعة زينية للافكار اللي في دماغك. وتدصل الورقة الصغيرة اللي معك دي. وتفتكر وتقول انا هدخل ازاي? والحكاية جاملة ازاي? ومتنساش ان قابلها بلوم تبقى حامل قبل العرض. عشان تبقى متطمن. عشان تبقى متطمن ان العرض بتاعك هيبقى كويس. وان انت بتعرف تحافز وتكونترول على الوقت. يعني هخلص الجزء ده في الوقت ده. لازم تراجع المادة العالمية بتاعتك. لازم تراجع التوقيتات. لازم انت كمدرب تتعود على المدة الزيمانية اللي هتخلص فيها. يا سلام لو سجلت لنفسك صوت او صوت وصورة. وبعدت الرابط مسلا لواحد صاحبك. وكله في المهنة. بعتلي انا الرابط ابص عليه. وقول لك رأي فيه. شفت اي حد تعرفه يقول لك رأيه فيه لو فيه ملاحظات. الحد دي مهمة جدا يا جماعة. عشان تحكم على نفسك. وشوف انت بتتطور ولا لا. طيب ممكن تقول لنا كده شوية ملاحظات خاصة بالعرض والتقديم. عينية. اقول لك رأيك ملاحظات. اول حاجة المادة اللي هتعرضها تبقى متناسبة مع خطة التدريب. يعني انا خطة التدريب ان انا اطلع مدربين ملينمين بالمهارات الاساسية للتدريب. عشان يعرفوا يوصلوا المهارات دي. اذا مادة العرض بتاعتي لازم تتكلم عن المهارات دي. لازم تتكلم عن لغة الجسر. لازم تتكلم عن الحقابة التدريبية. لازم تتكلم على كل الفدوات اللي ممكن يقع فيها المدرب. واذا كان عنده نقطة ضعفة فيها. توقعه ويتقال عليه مدرب. اذا الكف او غير فاعل. مادة العرض والتقديم بتاع حضرتك لازم تبقى متقسمة لمقدمة وموضوع وخاتمة. يا سلام لما حضرتك تبدأ معي بصفحة فيها عنوان المحاضرة بتاعتك. بعد كده صفحة رقم اتنين فيها تعريف انت مين? عرفني بنفسك. يبقى اول صفحة فيها اسم المحاضرة بتاعتك او اسم الكوش بتاعتك. صفحة رقم اتنين هل تعريف بالمدرب? صفحة رقم تلاتة يديني المحتوى اللي انت هتكلمني عنه. احنا المحاضرة هنتكلم عن واحد اتنين تهل تربعة. صفحة رقم اربعة تمهيد ده اللي بنسميه المقدمة. رقم خمسة وشتة وشبعة ده الموضوع بتاعك. الصفحة اللي قابل الاخيرة هتلاقي فيها الخاتمة بتاعتك. وتلخص اللي انت قلت كله. لقابل الاخيرة الخاتمة بتاعتك. وتلخص اللي انت قلت كله. وبعدين تسيب لي المراجعة. قوعة تعمل مادة علمية من غير ما يكون محطوط فيها المراجع. يعني ايه المراجع? يعني المصادر. يعني خاطرتك. وفق لي المادة العلمية بتاعتك. قل لي جبت الكلام ده منين. انت جايبه من روبسايت. اكتب لي اسم روبسايت. جايبه من كتاب. قل لي اسم المؤلف. ودر النشر اللي نشارته. وطبع الجامل. مقلبه من حد. تذكر باسم الحد دوت. لان غامل محطة بحدد. انا كمتدارب. بحدد درجة ثقتي. في المعلومة اللي انت بتغيلي. على حسب المصدر اللي انت حط. محطك ليش مصادر. تزعلش مني لما اشك في المصدر بتاعك. واشك في المعلومة اللي انت. ادي تغيلي. يبقى مقدمة بموضوع وخاتمة. زي ما قلنا. في التذكر اهتم بالبداية واهتم بالنهاية. المدرب دايما بيحب يلقطك في اول خمس دقيق. فدي بدايتك. ولازم قبل ما تكنش معاه. تطمن من نظرات عينيشهم. هم انبسطوا ولا لا. الحبات اللي بيجي. التقييمات اللي بتتعامل الناس مصطوطة ولا مش مصطوطة. دايما دايما الاخت اللي كانت بتسأل وبتقول ازاي حافظ على تركيز الناس. دايما تشد انتباه الجمهور. غير اساليبك. نوع في التكنيك. دخلهم في تدريبات. شدوهم. اعمل تأميرينات وانت قاعد. اعمل تأميرينات تنفس وانت قاعد. حرقهم. اعمل واش عمل. شد انتباه الجمهور بالتصوص. الشخر دي قاعد. شاكت ما بيتكلمش. اقلق من انه لازم تدخله معاك. لازم يبقى عندك ثبات فعالي. احس ان حتى لو عندك قلق اللي قدامك مينحسش به. لازم تتخلص من اي عصبية او اتداك. اصلا هو ماليوش دعوة ان انت بتخانق مع مراضك. ما تزعليش مني. هو زنده ايه? ده هو جي حضر محاضرة الوحدة. قبل المحاضرة اتخانقت معجزها. فجامت عصبها. هو ماليوش دعوة. ايه بقى? مشاكلك في بيتك. دي حاجة تخصك. كلما انت مدربة. هتنفي مشاكلك في بيتك. وتيجي تبدي محاضرة. وكأنا شيئة لم يأكل. طول انت مش عارفة تعمل الكنترول هالحتة دي. لو سمحتي خليك البيتك وما تزعر بالتدريب. لما تلاقي نفسك قادرة على انك تعمل عرض وتقديم. بطريقة فير. عرض وتقديم. بعد ما تتخلصي من اي مشاكل نفسية وعصبية. تؤثر على توصيل رسالتك التدريبية للجمهور بتاعك. لو مش عرض هتتخلصي بالكلام ده. اقعدي في بيتك. او اشتغل اي شهرها تادية بعيدا عن المجال ده. طيب. في حتى مهمة لازم نتكلم فيها من ضمن المراحزاتنا بتاعة نحوض بالتقديم. وهي ازاي غد على الاسئلة. هنا بنتطرق لشوية طرق للرد على الاسئلة. طريقة الاولى الاسئلة اللي هي محتاجة تفكير. واللي هي محتاج كده تسقط مع نفسك سواني. عشان تجاوبهم. احذر ان انت تقعد تبص في السقف. وعنيك تزوق يمين وشمال وانت بتفكر. لأ. انا عايز اقول انت بتفكر. يعنيك في عين الشخص اللي سأل السؤال. وتبدأ تعادل السؤال وتعادل السياغة. عشان تكسب وقت. على ما تلاقي الاجابة المناسبة. يعني هتقول له. اه انت اصدق تقول ان انت شربت شاي بعد الاكل. والشاي افضل ولا القهوة. انت عملت فكر. انت بتعمل حكين في وقت واحد. لسانك بيعيب السؤال بسياغة مختلفة. ومخك شغال بيفكر على اجابة. فبتلفت انتباهه بتشتته. عن انك بتفكر في اجابة. وبتخليه يباكس بس. بان بتعيب السياغة. فانت شتت اللي قدامك. لعادت السياغة. وانت في نفس الوقت. بتفكر في الاجابة. طيب. ده بالنسبة للاسئلة السحلة. اللي انت عارف اجاباتها. لسي محتاج تجمع. هتقول ايه. لو جابتني اسئلة صعبة. ومالعاش علاقة بالموضوع المحاضرة. اعتذر عنها. وقل له يكلمك على الخاص بعد كده. عشان خاطر ما يضيعش وقت المحاضرة. طيب. لو حسيت. ان في واحد ليسألك سؤال صعب. عشان هو. عارفه كويس قوي. وعارف اجابته. وقصد يسألك عشان يوقعك في غلط. هتعمل ايه? هتعكس السؤال. يعني ايه? يعني هتقول له السؤال بده احرار له لده كويس قوي. واعتقد ان حضرتك قريت في الموضوع ده كويس. طيب لما قريت لقيت ايه? هتلاقيش تجسل في الكلام. والتالي يقول لك غياته فيها ايه? وهيقول لك المدارس. ومدارسة بتقول كده وبمدارسة بتقول كده. ساعتها انت هتختار الاقرب للصواب. وهتقول له ان دي مدارس. وفيه رأي بيقول كده وفيه رأي بيقول كده. فانت بالنسبة لك استفتقالك ده. شوف انت ايه يريحك? زي ايه مثلا? زي موضوع اللبس. هو انا كمدرب مفهوض اروح البس. بدلة. وابقى فورمال. ولا ممكن نلبس جينس وانا بشتغل. سؤال وفيه اكتغالات وفيه مدارس وفيه لعبكة مش تحسن نهرب منه. طيب. فيه سؤال تاني. لما يتسئل لحضرتك. وانت عارف ان فيه حد في القاعة مدرك للسؤال دوت ولا استطيع الرد عليه. بنعمله احد التوميس. زي ايه? دينا مثال كده. انا متعود في الدورات بتاع التدريب المداربين. ان هي بتبقى طويلة بشتغل بفريق اعمل. اممكن اشتغل معي اتنين زمالي او ثلاثة حسب بالحال. يعني ممكن كنا اكبر عادة اشتغلناها في طبيب المداربين. اربعة. وساعت مع النقابة بنشتغل سبع مداربين. تعالى نتكلم على. واحنا شغالين نسعى مع بعض. ونتفق كفريق ان الاصل ان المدارب الرئيسي هو المدارب اللي على الستيج. اللي بيرشها. بقيت المداربين اللي قاعدين على الكراسي اللي هم زمالي اللي من نفس الفريق. موجودين فقط عشان يتصرفوا. عشان لو في مشكلة يرسلوها لي مكتوبة. مكتوبة خلي بالك. يعني بالكتب الوقت اللي بعتلي. وعشان انا لو ازمقت السؤال. ولقيت حد عارف اجابة بنظرتين. بيلمحلي او بيلزل راسه باماقة من فوق اللي تحت. اللي هو بيقول لي انا عارف الاجابة. فرد اعمل اعادة توريه للسؤال. وبقول اه. السؤال بتاع حضوردة ده حلو قوي. الاستاذ فلان عد عليه قبل كده واعتقد انه عنده قد مسالي. طبعا فلان ده زميدي. اللي هو عارف الاجابة. واللي هو بنظرة عين شاوري لي وانا تهمت. انه هو عنده الاجابة الصح. اللي انا مش عارفها. لكن اللي انا عارفها. انا اولى بالاجابة. طيب. افترض معا ان انا ما عنديش زمالي. وانا الوحدي. متقعد علينا سؤال. والسؤال دوك. فصول بالموضوع بتاعي. وانا بس نقوم مش عارفة جوة. طب اه ما اقول لهم ان انا مش عارف. ممكن? ممكن. بس هتغسل شوية جمهور بحدة زي دي. عشان كده بنفكر في كل الاساليب دي الاول. واذا فقدنا اي كل الاساليب دي معانا كانت فاتيح. نبدأ بقى ايه? نقول ان احنا مش عارفين. وان احنا نبدأ على مجابعنا. ونحاول نضع عليك في وقت تاني. مسلا ما تزعيش لما تلاقيك. محاضرة تانية. اللي سأل السؤال ده. ما جايش. وفقد الثقافية. طب اعمل ايه? انا مش عارف زيابك للثقافية. اعمل. اسقط للسؤال على الجمهور. يعني لما هيقول لي السؤال. هعود والله السؤال بتاعنا ده حالو اهل. طب ايه ده يقول يا جماعة? فلان بيسأل عن كذا كذا كذا. يطرع حد فيكم قبلته مشكلة زي دوت. فان شاء الله بازن الله ربنا رسوك بحد يرفع ايده ويقول لك انا وتبدأ اتخذ منه في البنك. ازا افرت منك وما حدش رفع ايده ودي هنزلها لما بتحصل. خلاص هيبقى البديل الاخير ان حضرتك كلهم طيب. انا العموم النقطة دي. محل اه دراسة من الناس كتير. وفيها توجهات. وفيها مدارس. وانا هستأذنك. انا عشان اقدر ردها للدراء يقاطع. احتاج ردها لمساطبي. وهنتواصل مع بعض. على الفيس مسلا. او على التليفون. وهديك اجابة منطقية. او بكرة ان شاء الله. وبنخرج من هذا المطر. طيب. انا هقف عند المطر المتدربين وكيفية التعامل معهم لان هي موضوع مرهب سوية. وقوي. ومش عايزة دهولكو في نهاية اليوم عشان ما يتكردشي. فانا هقف عند الجزئية رياد. وهبتح حشات عشان هنأخذ اسئلة في جليفات. ويبقى علمات المتدربين هندخلوا معنا ان شاء الله في المحاضرة الجاية. وخلي بالك ان علمات المتدربين نخش فيها التعامل مع الشخصيات الصعبة المشاربة. فمحتاجة رواءان وافضل ان انا ابدأ فيها المحاضرة. نبتح حشات ونسمع منكم. لما اعمل اسقاط وحد يقول لي رواء يا حضرتك ايه كمدرب هختار هختار رأيي الافضل من وقرأ ما سمعته منه وهفضله. لكن ازا انا مش عارف اختار فانا في حالة زي كده هقول ابن انا من رجزة نظري انا باتبه الاسلوب الفلاني. وهنا ترى ما قلت من رجزة نظري فهو غير ملزم للي قدامك. ستازة اميرة بتقول لو انا قعدة في سمينار بنعيش عنوان الرسالة. وفي داتك بتحاول تسأل لمجرد الظهور واحراج الباحث. مفروضة اتصرف ازاي? هنا يا أستاذ اميرة اتصرفي? ازاي? لما نخش في انواط المتدربين اللي هي اقترب حضرتك دلوقتي. والله هنشبخها الساعة تسعة يوم الحد اللي جاي ان شاء الله. لان فيها حاجات كويسة جدا وهتشيدك في المواقف الازاي دي. امت تتصرفي الطيبة? وامت تقرس اللي قدامك? وامت تبرعك اللي قدامك? وكله بالادب وفيما لا يخالف شرع الله. طيب. انا نعيم بيقول انا اعتقد ان لو قلت مش عارف ده هيعطيني مصدقية. في باقي التدريب. والله يمنطق يا أستاذ نعيم. خليك انت في مادتك. وفي الحاجة اللي انت جاي تشرح قادي. واللي انا جاي احضر لك عشان اسمعها. وهسألك فيها سؤال وقلي مش عارف. ده كسور منك يا أستاذ معين. انت بتبقى اصرت في دراسة مادتك. واصرت في المادة العلمية اللي حطتها. واصرت كمان تجاهي انا كمتدرب انك مش ملمب بالمادة. خليني بقى انا كمتدرب. احضر لك واعرف ان انت اصرت وبقى بني لو حضرتها بتاني. معها هل مع التمرين والممارسة نتخلص من التوتر? هنتقل درجته بس. مع التمرين والممارسة هتقل درجة التوتر. وشوية بشوية هتزود السبات الانفعالي. فلو اتبقت نسبة عشرة في المية التوتر. وعليت مستوى السبات الانفعالي بتاعك يا معه. مش هيدان ولا هيخصي بيه. هتبقى انت بس ايه اللي حاسة بيه? ومش باين في حركة ايديك مشيش وعشة. لكن في نفس الوقت. اول خمس دقايق هتبقى حاسة بيه. مع اندماجك في الشرح هتنسيه شوية بشوية. لكن مع كل محاضرة هيبقى فيه توطر كده في الاول. وبحاجة عادية على فكرة ظاهرة صحية. زي التوتر اللي كان بيجيه لك في ساعة الانتحان. وتخرجي من الانتحان جايبة امتياز. ترماني? ابا نو بيقول انا في بداية المشوار التجريبي ازاي اجيب معلومات من عندي. باكيد كل المتابعة هتكون مصادرها الاخرين. ولا دي بقى بتيجي بالممارسة. طب وهي المعلومات اللي جاية من الاخرين. ايه المشكلة لما تبقى نعرفها ايه ابا نوع? ما تدرس اللي على المعلومات بتاعت الاخرين. هم الاخرين جايبين من ايه? معلش تسعين في المية تسعة وتسعين في المية. اللي بيشتغلوا في التدريب نقليه من بعد. ويبقى الراحة في المية هو اللي بيقلب. فانا ما عنديش مشكلة. اهم حاجة لبتحط مادة على المية تعبضة على الناس تبقى فاهمها ومتقبل اي اسئلة متحلقة بيها وقادر على رد عليها. استاذ محمد نصر الدين. لو حد سأل سؤال وعايز يختبرني فيه وانا اعكس السؤال عايز ايضا يدل على معرفتي على عدم معرفتي للسؤال. والله يا استاذ محمد الكلام ده لو كنت عرفت الموضوع دوت قبل ما انا اقول لك. يعني لو كنت دلوقتي مشتغل معاكم او كومنيكيشن سكيلز. مش دوت تقريب مدربين. مكنتش هديك المفاتيح دي. مكنت هتخش معايا زي الفن. واعكس السؤال عليك. يعني انت عارف عاملة زي يا محمد بالبساطة جديدة جدا. تعرف عن المنطق. اه المنطق. ده السؤال حلو يا محمد. لو انت ما اعرفش اي حاجة في المنطق. تقولي لا اذا اعرفت كتير. عشان كنا عايز اعرف لان فيه قلقة كتير. طب ما تقولي بقى كده ايه اللي قلقة اللي قرتها. وانا هقول لك في الاخر رأي. فهي ادهورة فالسل في الخرش بالموضوع. لكن انت مش بيقول لك سؤال. طب ما ايله لأ انت اللي جاوب. هوتو سيد يا محمد. ازاي بتعكس السؤال بطريقة زكية متحسس اللي قدامك انك ما انتش عكس. طيب. كيف هنتجنب احساس بعض المتدردين بعض من راحة من الكلام. دي هنتعرف عليها ان فيه شخصية الهامسة. ودي من ضمن المطر المتجربين. هنتكلم عليها المحاضرة الجاية يا سيزا مرفت. كمحاضر. هو بيقول ايه هو الافضل ان الشات يكون مفتوح. ولا يتم اغلاقه اصنع الشرح كمحاضر. لا كمحاضر انا افضل كل جزء على بعض يكون الشات مغلق. لان انا الشات اللي مفتوح بيعمل لي توتر لان الناس ما بليمسكش نفسها. لكن لو انت قاعد مع خمسة او عشرة. وعمل كنترول عليهم. واتفقت معهم حد اشي كتب انت بتشرح. فاكتب الشات مفتوحة. لكن مع ستين حد يا ابا نوب او يا مونيف صعب ان انت تكون تقول لستين واحد. فبالتالي الناس هتكتب كتير قوي. وانا هفقد تركيزي. فهنا بقى ايه انكانيات. لو انت عندك الكدوة انك تفاجهة للكتابة وتفضل تشرح. سيكون. ممكن انا بالنسبة لي احب ان انا هبقى لاشرح في هدوء. نفس فكرة المدرب اللي بيشفح وسيب الناس تتكلم مع بعض. لكن انا لو انا قاعد في قاعة. فيش حاجة اسمها حد بيتكلم وانا بتكلم. ولو حد بيتكلم انا بسكت. مش بقول له اسكت. انا اللي بسكت. وبنظمة حين لازم هيبطل كلام. هي الفكرة شخصيتك ايه في القاعة? هتسيطر على القاعة? ولا المتجذب هو اللي هيسيطر عليك? انت ووقتي متدريبين. طيب تعمل ايه لو انت بتدريس جزء من كورس? بتدريس جزء من كورس? واليوم اللي اطلب منا بتدريسه في الكورس? الطلاب لا تدريب سمعه وانت ملتزم بمنهج. ما عليش اسماء اه محتاجة اعادة سياغة? لو انت بتدريس جزء من كورس? بتدريس جزء من كورس? واليوم اللي اطلب منا التدريسه? اسماء محمود انا في الجملة محتاجة اعادة سياغة. جليلة. لو انا حضرت محاضرة وبقى معاي بعض الافكار منها. هل لازم اكتب? انا معرفش ايه دابليو غافي ديت? هو انا انا اكلت بلح. بس مش عايف البلح بيخليني وبفهمش ولا ايه? انا مش عايف ايه دي يا جليلة. يعني مين دابليو دوت? طيب. هودا يا جليلة انا مش فهم الحده دي معلش لو توضح ايدي. معلش انا ثقافتي على قد دي شوية. هودا بتقول ايه? من كلها لا اعلم فقد افتع. هل هي سلبية? السلبية يا هودا لو كانت حتى مش فتخصصك. يعني لما اجي اشوح تقديم مدربين. وتيجي تسأليني على موقف حصل مع متدرب. وقولك ما اعرفش تعملي معا ايه? فهنا انا عندي مشكلة. فبقت سلبية. لكن لو انا بشوح تقديم مدربين. وانا بقول صراحة يا جماعة. انا مباشتغلش ببمدلة غريعة عصبية. وما بحبهاش. وعندي تحقص كديق اوى عليها. هديك تسأليني في البرمجة اللي غريعة العصبية. قلت لا انا معرفش. ساعتها ما حد الشيء ده بيقول لي تلتلتلاتها كان. لان انا باعلن يقول ان انا لا افقح شيء في البرمجة. ولا احبزها. ولا افضل برض ان انا اعرف عنا شيء. ازا هنا فيه رنفة. فهي ممكن تبقى سلبية الحالات. وهيك سلبية في حاجات تانية. اه احمد عبدالجواد مش قلتي ان من كتر حرصي على المتدنب مش براعي مستوي. هو بقى عايز اوصل به لمستوى الاعلى من مستوي. انا شخصي. بس انت كده بيتكال عليك ايه احمد. ولكنكم تحركون ارصان الزيتون. انت نفسك. بتعمل حاجة. عاليا قوي. بتعلي سقف التوقعات. واللي قلتمك له معين. فانت هتحبط هتحبط نفسيا وهتحبطه. لان انت مستني منه حاجات كبيرة. اعلم اللي هو. هيقدر يعملها. سلم لي على الاحباط اللي هيجيلك وهيجيله. وممكن انتبطل تدريب بعد كده. استاذ مونيف. هل في مجال اذا كتسمعنا في غير وقت المحاضرة. في مجال عن طريق ان حضرتك. طبعا انا اذا فهم السؤال صح. اذا كان اصدق اسمعك تقييم كمحاضر. اه في مجال. سجل لي نفسك فيديو على اليوتيوب. قلع تخولي وانا هبعث لك تقييم. بس طبعا ايه? وفقا لوقتي. لان انا ممكن مكونش فاضي على طول. لان انا مشتغل اه موظف فليها دوام. طيب. لكن اذا كان اصدق ان انت عندك استشارة او عاش تبعت لي حاجة على الفيسبوك. فانا ابعت لي على الخاص وان شاء الله هجد عليك. استاذ ابا نوب بيقول انا اسمع ان البلح يؤثر على حنجارة الصوت. ممكن تسحح لي معلومة. والله يا استاذ ابا نوب ان اعرف ان البلح يؤثر على البطن. لكن حنجارة الصوت انا ما عنديش معلومة في الحكة دي. وهنا منقضة لايه قدري فقط قفتة. بصحيح. لان انا بدي تدريب مدادلين. ومعنديش شكة اه لا بالبلح ولا بالنحن. طيب. اه استاذة جليلة تقصد ان انا انوح عليها في المراجع. اه كده اللغة العربية استاذة جليلة. اه يا استاذة جليلة حتى لو انت خدت من مادة علمية. يعني انا مسلا انت خدت معي الوقت دورة تدريبية. ولياخد الماتيرية اللي قدتها في حضرتك دي. طب انا هبعث تحرقه على الجوغر. طب انت بتعملي الماتيرية اللي في. وفي سلايد كده عاجبك عايزة تغديل. طيب. الامان داب الامانة العلمية. ان انت تكتبي. في المراجع بتاعتك. جمعية فريق العطاء. دورة تدريب المداربين. المحاضر احمد مغارب. وتذكر الشهر والتاريخ. نوفمبر 2014. شكرا. كده الامانة العلمية وصلت. وكده انا كاحمد لما ارجع. الاقيك يواخد سلايد من عندي. حطف الماتيرية بتاعتك. ولقيك كب اسمي في البلازر. مزعج. زي. ان انتي وثقتي المصدر. وذكرتي اسمي ودكين حقي. لو هتنقل اجزاء كاملة لازم هنا موافقة مباشرة وكتابية من ننا. نفعش تاخد المواجع بدعتي وتشتغل بيها. الا اذا كنت واحدة موافقة من ننا او انتي جزء من ننا كفريق. طيب. مين بقى بيقول ايه. اه اسمي. دخلت ادريس يوم في كورس. وطلبة مش عادة تسمع الجزء ده. وانا عندي منهج. وطلبة شايفة ان الجزء ده مش هيفي لهم في شيء. هنا انتي ما اتبعتيش تجربة التعلم يا اسمي. انا اعتقد انتي لازم ترجع التكنيك. بعد ما اسمعش مخاضرة الارض. تجربة التعلم بتقول ايه. بتقول لازم تحسس الطلبة باحتياجهم للكلام اللي هتقولي. انا متفهم ان انتي مدرسة. وعندك منحك. وعايزة تقوليه عشان في حد هيفتش عليك. لكن خلي بالك. انا كحد قاعد لو ما حتتش بهميش الحاجة مش هعملها. دورك ان تشوفي الحاجة دي هتفضلهم في ايه? وتقوليها لهم. لازم تخلقي احتياج للحاجة دا ايه. لو ما عايزتيش تخلقي الاحتياج كل سنة وانت طيبة مش هتقدر التوسطي. امان بتقول اعتقد دروري تكون واضع لمستك في المادة العالمية. بعض المدربين ممكن يكون حافظ ومش فيها. ونفس الكلام بيتكرر المرموعة من الناس بيشمل ذلك الامثال. اه طبع انا بطفك مع حضرتك. والناس بتاني امل مع ده. واللي فاهم بيبان عن اللي مش فاهم في طريقته في الرد على الاسئلة. لان اللي حافظ مش هيعرف لو جتيله كلمة قبل كلمة هتلاقيت لغبة ومعرفش الجوة. وجهة نظرك صحيحة بايمان. طيب. ندينا اسئلة تاني. هدى حسن آل شريان. عشان خطر يا هدى. عشان خطر ليكو كلكم. الشخصيات والتعاملات. بالسلايد اللي قدامكو دوت هنترسها ان شاء الله مع بعض تفصيليا. المرة اللي جاية. زي ما قدتلكو بلاش ناخدها اخر النهار. لان دي محتاجة توجيز ومحتاجة الناس تبقى رايقة. وانا مش هايز كارويتا عايز اديها بماذاك. ابا نوب. يعني اكتب الامانة العلمية في البردين بس. ولا اذكرها كمان في شرحة للمتدربين. لا يا ابا نوب ما تذكرهاش. لكن وانت بتخلص. هتخش على اخر سلايد. وتقول يا جماعة هي دي المجاجة اللي انا عملتها. استخدمتها. او ريها لك ازاي بص يا ابا نوب. خليك معي. ركز معي كده. بص الحتة اللي جاية ريت. هي دي يا جماعة المجاجة اللي انا استخدمتها في اعداد المادة العلمية بتاعتي. بص يا ابا نوبا نحطت 11 مرة. اولا بقى ادوري ان انا اعد اقول لك واحد. المدرب بيون. الطوع العشرة. مكتبة كزا. الصادية. اتنين. ميتين وواحد طريقة للتعامل مزاود. طبعا انا مش دوري ان انا نقلق كلام ده كله. ولا هتفرق في حاجة. كل اللي مخلوب منك. تحط السلايد قدام الناس. وتقول لهم يا جماعة. ده السلايد اللي انا جبت منه. كل حاجة. بص يا استاذة اه الاخ اللي كان ابا نوب تقريبا كان بيقوله على البلح. ما هو موضر. بص بقى الاستاذة ايمان بتقول ايه. استاذ ايمان بتقول لغباني خطها صغير. لكن هي عجبني الكلام. كاخصائية تغذية. انصحكم بالطمر والعسل. والعينة بالمجفف قبل المحاضرات. تدي طاقة وتركيزي. لو انا بقى عالف يا ادنوب ان ايمان احصائية تغذية. وانت سألتني السؤال ده. انا هعمل على طول. توجيه حالي التوجيه للسؤال لامان. واقول لها ايمان انت احسن واحدة توجيه على السؤال بتاع البلح. ايه رأيك? لانا كده حفظت ان معانا واحدة اسمها ايمان خصائية تغذية. بالضبط كده. اسقاط عالي التوجيه رجيه على اي حد. وبهمنا ان احنا ايه? حفظنا ان معانا ايمان وامان دي. هتلاقيتنا في اي اسئلة لها العلاقة بالاكل. بداية من المحاضرة اللي جاي. اي حد عنده مشاكل في الاكل هيقصي. ام جانا اكتب المراجع تحت كل فقرة. ولا اكتبها في الاخر. لا ام جانا. المراجع تكتب في الاخر بلاش تشويه طريقة الماتيريال بتاعتك. احنا مش بنعمل كتابة ام جانا. في الكتب بس هي للمراجع بيتعمل استرال كده. وبيتعمل ريفرانس. وبنكتب الحتة دي بتاعت ايه لو عندك مرحظة بتكتبيها. لكن انا رأيي لا الماتيريال. في اخرها بيتمجيه استرالي تخطيها مراجعك. ان شاء الله يكون معاتنا يوم من حد اللي جاي. ايه تمام الساعة التاسعة. شكرا جزيلا لتواجدكم معنا. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب وديك. والسلام عليكم ورحمة الله.